موسيقى من فريق العمل من المخرج فرانسواز زيادو مني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في وتهنئة من القلب المولد النبوي الشريف إنها أيام حاسمة أو هكذا يفترض أن تكون الحسم الأول على صعيد المحكمة فبعد انتظار تسعة أعوام تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها الخميس المقبل فماذا ستحمل هذه المحكمة للبنان وهل صحيح أن مفاجآت كثيرة وكبيرة ستظهر وتتظهر محدثة صدمة جديدة على الصعيد اللبناني الحسم الثاني على صعيد الحكومة فالواضح أن القرارة بتشكيل حكومة ما تخز لكن من غير المعروف بعد ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حكومة جامعة أو حكومة حيادية وفي الحالين تدعيات ونتائج تؤكد أن زمن ما بعد الحكومة لن يكون أبدا كما قبله فهل الحكومة الآتية بعد انتظار تسعة أشهر ستكون مشروع مشكلة أم مشروع حل؟ الحسم الثالث جونيفت نين فالوضع السوري سيكون على المحك السياسي بدءا من الثاني والعشرين من الجاري فهل مفاوضات جونيفت نين سترسم بداية الخروج السوري من زمن الجثث والدماء؟ أم أن ما كتب لسوريا سيظل يكتب طالما أن الدول الراعية لم تتفق بعد على طبيعة الانتقال السياسي وشكل الحكومة المقبلة فيما السوريون يدفعون غاليا من أرواحهم وممتلكاتهم ثمن اختلاف القوى الإقليمية والدولية الكبيرة على جنس الملائكة المحكمة المنطلقة الحكومة الآتية وجونيف المنتظر عنوين ثلاثة لحلقتنا الليلة وفيها يسرنا أن نستضيف في الأستوديو السياسي الأستاذ محمد عبايد والدكتور أنتوان سعد كما ينضم إلينا في الفقرة الثانية من الحلقة منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار الدكتور فارس عيد ونشير إلى أننا سنكون في سياق الحلقة مع اتصالاتكم ومداخلاتكم عبر تويتر وفيسبوك وأيضا عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج إضافة طبعا إلى اتصالاتكم الهاتفية المباشرة مصر خير سيد محمد مصر خير سيد محمد لحبدا معك انطلاقا من المحكمة الدولية التي ستبدأ الخميس المقبل هل برأيك هذه المحكمة يوم تاريخي للبنان كما قال البعض أم هي يوم الشرخ الكبير بين اللبنانيين لا هي يعني انطلاق عمل المحكمة مش هو يوم الشرخ الكبير لأنه الشرخ قائم أصلا بين اللبنانيين حول المحكمة حول وجودها حول أداءها حول المراحل اللي مرت فيها وحول الموضوع الأساس هو الاتهام يعني لأنه الاتهام يقول إذن هو يوم تكريس الشرخ بين اللبنانيين تكريس الشرخ ويعني على أمل أن لا يتوسع هذا الشرخ إلى درجة أو يتعمق إلى درجة يعني يؤدي إلى إشكالات داخلية لبنانية على الأقل على المستوى السياسي بذلك يخش الشرخ يعني السبب فقط الاتهام أو في رفض من قبل جهة معينة من الأساس لهذه المحكمة وحتى لهذا التحقيق الدولي وإنما كان مؤجلا إلى حين صدور القرار الاتهامي لا أعتقد أنا عشان ما نظلم هذه الجهة يعني خلا نحكي بموضوعي بموضوعي حزب الله اللي هو المعني اليوم بالموضوع وما بعرف ليش معني لأنه عمليا أو بالمبدأ أنا مش أنوني بس يعني الواحد من خلال متابعته واطلاعه وقراءته لبعض ملفات المحكمة بيشوف أنه بالمبدأ المسئولية الجنائية مسئولية فردية المفترض وليست موجهة إلى جهة أو حزب حسب نظام المحكمة إلا أشخاص إيه بس بالتوظيف اللي عم بصير بلبنان بهذا الموضوع وبالتوظيف الخارجي بهذا الموضوع عم بتصير الأمور موجهة إلى جهة سياسية إلا هي حزب الله وتمس قيادات في المقاومة انطلاقا من انتماء فالحزب البداية المدعي العين بالتصريح الأخير يلي قال له جريد النهار عم سألوه بكل صراحة ووضوح أنه اتهام خمسة أشخاص من حزب الله هل يعني هذا أن الحزب متهم أو أن القيادة؟ هو عم بيقول لا؟ أنه ما إلى دخل الموضوعات ببعض من بعض هذه أستاذ وليد نظرياً هذا الكلام نظري لأنه الآن بنحكي بس سياق قديش فيه أمور؟ لا، بتبين أنه بالممارسة الأمور بغير التفاق يعني برأيك فيه مشكل من الأساس على سعيد ممارسة المحكمة؟ طبعاً طبعاً أساس وجودها اليوم وقت اللي أقرت المحكمة على طاولة الحوار أقرت باعتبار أن هذه المحكمة بنظامها بوجودها بآلية عملها ستكون بإطار التوافق بين القوى اللي كانت موجودة على طاولة الحوار بالواقع عملياً كان وقت الاتهام موجه إلى بعض القيادات السورية إذا منرجع للتحقيقات الأولى طبعاً لجنة التقصي الحقائق اللي كانت بيتر فيتجرول وقتاً كانت حرفياً كان النص أنه هذا المسؤول عن عملية الإغذية للنظام الأمني اللبناني السوري مشاك؟ وتم اعتقال وسجن أربع رؤسة لأجهزة أمنية كانوا كلهم قد عينوا في تلك المرحلة حتى من حكومات الرئيس المرحوم رفيق الحريري وبالتالي بدأ العمل من الأول على أساس أن هذه الأصحة موجهة لهون بهذه المرحلة كان فيه شيء اسمه الاتفاق الربعي بين القوى السياسية اللي هي حزب الله وحلفاءه من جهة وتيار المستقبل وحلفاءه واعتبر حزب الله أنه بإطار هذا الاتفاق والتوافق القائم على المستوى السياسي بيقدر أنه يضبط عمل المحكمة وأداءه وحتى نظامه وتشريعه من لبنان إلى الأمم المتحدة لما فرط هذا الاتفاق وراحت تحالف الربعي ورحنا على صدامات وأخرجوا الشيعة من الحكومة في تلك المرحلة راحت الأمور على غير السياق لأن الحزب سياق أي سياق على سياق على سياق سياسي يعني على سياق الاتهام السياسي اللي أعاد توجيه الأنظار نحو الحزب يعني برأيك من الأساس في توجه سياسي من الأساس في خلل والدليل أنه اليوم المسئولية اللي كانت رميت يعني رميت على رؤسة الأجهزة الأمنية أو على ما سمي النظام الأمن اللبناني السوري سجنوا رؤسة الأجهزة وطلعوا بعد أربع سنين بتبرئة إنما يعني عمليا تبين أنه في سوء نية من البداية باتهام بها المسئولية هاي دكتور سعد بالنسبة إلى هذا الموضوع يعني من أول ما بلشت لجنة تقصي الحقائق وصولا إلى اليوم الذي ستبدأ به المحكمة الدولية في أعمالها دائما نسمع هذا الأمر أو هذا المنطق إنه الحكومة المحكمة مسيسة وبالتالي إن أخذت الأمور نحو السياسة أكثر مضلت بالإطاب القانوني القضائي ماذا تقول في هذا الأمر بداية منهن المسلمين بيعيز أيد المولد النبوي الشريف كمان نوجه تحية لروح الوزير شطح بالنسبة للي قاله السيد محمد يعني إذا بدنا ناخد بهالتوجه صحيح يعني هو عم يعطينا شهادة حسن سلوك أو حسن إداء للمحكمة لأنه طلعت الضباط الأربعة بعد شهر من تاريخ وصول الملفات لألا يعني الكلام عن فترة التحقيق شيء والمعرفة المسبقة أنه التحقيق ما أصدر حكم وقال إنه سوريا أو قال حزب الله بس صار فيه قرارات اتهمية بحقهم خليني بس يعني بس يعني بس أعطي مش رح قول إنه مئة بالمئة كانت تحقيقات سليمة مئة بالمئة ليش؟ لأنه لما بتعين بعين مجلس الأمن محقق أو لجنة تحقيق دولية لجنة التحقيق برأسة قاضي وفيه فريق عمل من محققين صحيح ربما يصير بعض الشوائم ولكن مع وجود محكمة بالجسم الموجود فيه المحكمة الحالية من الصعب جدا أنه نحكي عن توجيهات سياسية لقرارات المحكمة أو توجيه لكل هالمحكمة لتروح بالتجاه معي لأي سبب بس قبل هيك حتى بالقبل الاتهامي بلش عم يحكي عن قبل الاتهامي أنا لا عم يحكي عن مرحلة التحقيق بس هيدا الكلام كونك قانوني وأنا أحب كمان نستفيد من وجودك بس أنا عندي مجموعة من الأسئلة لأني أريدت كثير عن هذا الموضوع صراحة مش هلأ يعني متابع دائم لهذا الموضوع وهذا ليه أهميته السياسية طيب اليوم لما واحد بوجه اتهام سياسي هو ما بكون مبني على معطيات قضائية أو قانونية أو أدلة فعلية وليس ظرفية لأن هناك نقطة تانية بما يعني موضوع الأدلة باعتبار أنها كما قيل أدلة كما قال المدعي العام أو قاد الإجراءات تمهديا أنها أدلة ظرفية وليست أدلة مثبتي وقائمة بشكل فعلي طيب رحنا على الاتهام السياسي بهذا الموضوع كنا رايحين على النظام الأمني اللبناني السوري بلحظة ما تركنا النظام الأمني اللبناني السوري نتيجة التسويات اللي صارت مع سوريا لاحقا السياسية على المستوى الدولي طبعا من خلال خليني أقول محطتين أساسيتين بهذه التسويات الانفتاح الفرنسي أيام مرحلة ساركوزي على سوريا وما بعدها اللي هو العلاقات السعودية السورية اللي كمان أخذت الرئيس الحريري الرئيس سعد الحريري عند قاتل أبيه كما كان يقول وبالتالي يعني رحنا على التوظيف السياسي ونقل الاتهام من سوريا إلى المقاومة باعتبار أنه صارت حرب تموز والمقاومة انتصرت على العدو الإسرائيلي وبالتالي صار فيه يعني تحضير بشكل أو بآخر لحصار هذه المقاومة لذلك أنا ما بدي أخذ دورك بس يعني ما بهمني أنا مواعيد أمتين صارت عند المحكمة وصارت عند لجنة التحقيق أنا عم بحكي عن السياق السياسي للاتهام يعني بذلك دايما كان في تسييس بكل عمل قضاء قانوني فقط بمطلع الأحوال ما فينا نحكم نحنا على الاتهام نحنا بل نحكم على الحكم أنا بدي أشك المدة على العام بواحد بالألف بحدا وبيتهموا الاتهام شيء والظن شيء والحكم شيء آخر ما تقول للضباط الأربعة؟ عفوا ضباط الأربعة أول مسؤول أول مسؤول عنهم يا أستاذ محمد أول مسؤول عنهم هو رئيس بره أول مسؤول عنهم لأنه يسكر المجلس النيابة منعا لإقرار هذه الاتفاقية ومصادقة عليها من قبل مجلس النواب هو مسؤول بمدة سنتين من ثلاث سنين وسبعة شهور وسبعة عوالين خليني أستاذ وليد بس أشرح لك لأنه لما عملوا بطاولة الحوار المبدأ والاتفاق على إقرار وجود محكمة خاصة بلبنان لأجل متابعة عملية الاغتيال والحكم فيها والنظر فيها كان في اتفاق بين كل الأطراف السياسيين عندما انتقلت إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة عمل لجان التحقيق بلش التسكير بين كل الطرق والوسائل على محاولة خنق هذه المحكمة في مهدا سكروا المجلس النيابة بغيت القول أنه الاتفاقية لم يصادق عليها مجلس النواب وهذا ما حصل يعني كنا من ناطر الأمم المتحدة ليسير في اتفاق ولم يوقعها المسؤول عن توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق المصدور الرئيس الجمهورية يعني تهريب من مجلس النواب وتهريب من رئاس المهورية أستاذ محمد بتمنى عليك لا تكون جاي الملاحظات التي لديها على المحكمة من الوزير الجريساتي لأن الوزير الجريساتي بعده لليوم بس أنا من يوم اللي عمي الوزير لليوم لا لا أحبكيك أنا من المقتل بصحب تبع لا لا أطول بالك بس سبب تصير بتأينا مرة وحدة بدير مارلياس بانطلياس بندوي عن معنى الوجود إن شاء الله بتلتق انتويك المولي يا سيد محمد بندوي عن معنى الوجود المسيحي في المشرق لا خلينا لك أنا هاي مصادري بس برنوش شو هي؟ زيت الأفكار اللي عم تحكينيها اللحية طبعا طبعا هاي مصادري وأنا شلت منها خلاصات أنا برجع بالك مش قانوني بس سلت منها خلاصات لأسئلة سياسية خليني كمل وجهة نظر أبرا أمن بتكمل بس لا اعتبرت أنه بالنتيجة أخذ هالملاحظات لا لا هاي ملاحظات لأنه بكون سامع شي منها لا لا من الوزير لا لا ما نسامع شي أنا بس عب أنا ردت بوقت عليه وعملنا حلقة على الو تي في سوا ردت عليه بموجز يعني بس أحل لك بكل بساطة الوزير الجريساتي يعني عمل هالمؤتمر الفضيع بمجلس النواب يعني ملنا عم نسأل نحن عن اتفاقية بحاجة لتوقيع رئيس جمهوري لما استحيل توقيع هذه الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل مجلس الواب انتقلنا من الفصل السادس حيث يتم الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنية استنادا إلى معاهدة الاتفاقيات تبع فيينا رحنا على الفصل السابع وبطلنا بحاجة لفريق آخر من قبل الأمم المتحدة يكون معا بالمساوات لا يقدر يوقع معا صار فيه فريق واحد إذن ما بقى فيه ضرورة لا بالمعنى بحاجة لتبولي هذا عم بتأكد لي هذا كمان عم بتأكد لي المصلحة السياسية في هذا الموضوع بمعنى أي مصلحة؟ خلينا لك أن القوى الكبرى المعنية بهذا الموضوع تجاوزت وجود الدولة اللبنانية تجاوزت الدستور اللبناني تجاوزت مؤسسات الدولة اللبنانية القضائية والأمنية والتشريعية لحظة أرفت كيف؟ وهي أخذت حق أن تقرر عن لبنان باعتبار أن الحكومة لم تستجب اللبنانية عم نحكي عن سيناريو لحظة عم نحكي عن الأمم المتحدة ها حفوان عم نحكي عن الأمم المتحدة خلينا إليك سيد محمد حرام خلينا نختصر كرمان الجمهور لأنه هيدا نحن لبنان عضو في منظمة دولية كما المواطن اللبناني يخضع للقانون اللبناني هكذا الدولة اللبنانية تخضع لقانون الأمم المتحدة لا ما تخضع لقانون لحظة لما عملوا 1700 واحد اتفاقوا مع الدولة ووقعوا اتفاقية طبعا لا مش اتفاقوا مع الدولة طبعا قرار من المجلس الأمن نحن في عندنا 110 قرارات لحظة بناء على تفاوض مع الدولة اللبنانية مين بيلتزم بقرارات الأمم المتحدة ظل القرار 425 25 سنة التزمت في إسرائيل لقرارات 2008 و2009 وكذا بعد إستيقى 1701 مين ملتزم فيه طرفين مش ملتزمين طيب بس مين طلبوا منهم مين كان عم يعمل الرئيس سانيورا زعيم المقاومة السياسية ليعمل القرار ليسهم فيه اصداروا لها القرار رئيس بذنين تراجع عنا طول بالك مثل ما تراجع عنا هذه حكومة مقاومة كله حفلة تراجع عنا هذه حكومة غير مستوطية مادم حكينا بس سؤال كمان مادم حكينا حفلة تراجعات من 2006 لليوم مادم حكينا عن الرئيس بذنين مادم حكينا عن رئيسنا بذنين كمان يقال أنه قاله رئيسنا بذنين للنائب والجملة أنه مجلس النواب ما بيحمل هذا الموضوع فيما يتعلق ليش بأضيح لأنه شغلة كثير جميلة خلينا ضح إلى المحافلة التولية خلينا إغلاق المجلس النيابي آنذاك مش السبب الأساسي فيه كين المحكمة مثل ما أنه سبع أيار مش السبب الأساسي فيها كان بس قرارات خمسة أيار كان إبعاد الشيعة عن السلطة وإخراجهم من السلطة التنفيذية لمدة لمدة سنة ونص أرادش وما كانت القصة قصة أنه والله بس نحن أخذنا قرار هون أو ما أخذنا قرار وبالتالي خلينا نرجع لشيء الأساس اللي هو موضوع المحكمة بس يا أستاذ أنا عندي خلينا يوضح لك الفكرة لأن ترحت الإشكاليات والعيوب لا بأس في إشكاليات كتيري بس خلينا نجاوب على العيوب اللي كنت عم تحكي عنهم أنه مثلا برأيك تسيس خلينا نقول التحيي خلينا نقول التحيي كأننا مسيس إذا صدقنا هالفرضية مش صدقنا هالفرضية بالوقاعة هالفرضية موجودة لأنه ناس بتحبسهم أربعة سنين وأنت متهمهم وبعد شوية وبعد المسؤولين السوريين وبعد شوية بتقول لا هاودي ما دخلهم لأنه طلع معي بالاتصالات اللي هي هادي اسمها الأدلة الظرفية طلع معي أنه في مسؤولين من حزب الله هن هن اللي قاموا بهذه العملية أستاذ محمد أنت مصدق لك المحاكمة اللي طلعت من مئة سنة لليوم ما حكمت على أدلة الظرفية هيدا الحاكمة الأدلة الظرفية وانا عم بللك من مئة سنة وتكنت متخلفة بس شعبني على سؤال هاي المحكمة محكمة فيه شي شبيه إلى محكمة دولية غيابية طيب هادي نقطة حلو وممتازة اللي عم تحكيها فيه شي محكمة مثلها شو أصدق بالغيابية شو أصدق بالغيابية ما فيه محكمة دولية عرض محكمة دولية بتجيب المتهمين نعم وبتعطيهم حق الدفاع عن أنفسهم بكونوا هن موكلين بكونوا هن موكلين محامي دفاع أو فريق دفاع عنهم بدك بس تسمح لي جوبك لأنه عم تسألني وعم تضلك تتحاور أنت وإستاذ وليد أنت اللي عم تحكي عنها هادي أكبر نقطة سلبية هادي أكبر نقطة إيجابية عملتها هادي المحكمة الخاصة بلبنان بس لأعطيك نموذج صغير كنا بيغوسلافيا عرفوا الزباط فاتوا جامعاتوا وانسرقوا التحقيق من ألم المحكمة مثل ما اليوم حاول بعض يعمل هيك زياد الشي حاولوا وهربوا بقى 22 زابط مطلوب بقى من 93 لل2009 بلشوا يلقطوا واحد قدام واحد لل2011 تعتقد لبنان يلي عم بيساهم بتسعة واربعين بالمئة من نفقات المحكمة والحقيقة المطلوبة والمرجوة ما هو العدل البطيء يساوي الظلم ليش بدنا نروح على العدل البطيء ليه بدنا ننطل نعم الأحكام غيابية خليط قطيني يا نموذج لا نعم الأحكام غيابية الأحكام الغيابية معلأ بس قليني جاوبك ما بدك بررلك ليه موجودة الأحكام الغيابية بس لأ معلوماتك هناك سؤال شبيه لأهي المحكمة دونياً فيه موجود مثلها أنا عم بيسأله شارون شارون وقت طلبوا محاكمته ببلجيكا بمحاكمة غيابية تم محاكمته نعم تم محاكمته طلبوا طلبوا تم محاكمته تبه عم نحكي كيف مبدأ بغض النظر على النتيجة ما بدنا نغرق نستطري من سنة ال46 من سنة ال46 تسألني عم تسل أنه ترجع لا لا أنا سألتك سؤال أخذني على شارون شارون ما تمت محاكمته يا أستاذ محمد قضاء اللبناني قضاء الأوروبية بمعظمه بيعمل محاكمات غيابية عم بحكي عن قضاء الدولي لك أنا عم بقول لك قضاء الدولي هيدا اللي عم تحكيني إيه أنه القضاء الدولي لازم يعني يكون لحاله محاكمة وجهية قبل انطلاق من يليقله يعني قبل بالمحاكمات الدولية ما في محاكمة غيابية نعم في أو ما في قبل ما كان في محاكمة غيابية بس اليوم يلي صار يلي صار معيوب إسلابيات علموا خليني فيدا في محكمة وحيدة في محكمة وحيدة بكل التاريخ قبل هاي المحكمة غيابية اللي هي صارت بنورنبرغ شايك موظم محاكمات في عن النازيين اللي صار تم محاكمة واحد سكرتير هتلر مارتين بورمن سنة الستة واربين هاي المحاكمة الوحيدة اللي صارت يعني صابت بكل التاريخ لا ما عادي استثناء يعني أنا عم بحكي انه هاي استثناء لأسباب سياسية وحكم وحكم أنا ذاك يعني سكرتير هتلر شو لأسباب بس اذا بنحكي اذا بنحكي بالواقعية بالواقعية قبل ما نروح الاد انه اذا الاشخاص ما بدون يجوا شو بتعمل المحكمة شو ما بدون يجوا عم نحكي بالموضوع الواعي بتلقيت سنة ما بيجوا انه الأسماء معروفة الأشخاص معروفة استاذ ولي الجهات معروفة لا الجابات مش معروفة ما هون عم تقللي الجهات يعني عم تتهم جهة المتهمون الأفراد المتهمون الأفراد المتهمون الأفراد المتهمين المتهمين المفترضين المتهمين المفترضين تسمح لي بس وضح الفكرة أنت عرضت فكرة المحكبة الغيابية أنا أقول لك من أول ما بلشت نورنبرغ وقبلها وطوكيو وغيرهم ما كان فيه قاعدة ثابتة القاعدة الثابتة اليوم مع القضاء الدولي الجنائي الدائم فيه محاكمات وجهية يعني المحكمة الجنائية الدولية بس هي لأنه قضاء جالس دائما بس هاي دي محكمة استثنائية ما فيه نكلف مليارين دولار مثل ما عملت بيغوسلافيا أنتور 16 سنة قاعدين القضاء ما عم يشتغلوا شي بيقبضوا كل واحد أربعين خمسين ألف دولار وبالمجتمع بيغوسلافيا بعضوا ناطر هول الجرائم في أحد الزباط بنته قتلت حالة مجرد ما عرفت أنه باية عملها الجريمة بحق المسلمين أنا زاك طيب اللي عم بقوله أنا ترسخة القاعدة أنه مع المحكمة المؤقتة ما فيك بقى تعمل قضاء غيابي بالقضاء الدائم نعمل محاكمة غيابية أكتر من ذلك نحنا بنحمل الضل المحكمة عنا المصاري بنحط لاتي أربع مليار دولار على هيك محكمة نحنا بنحط لأبنا نحط ما عم تقللي أنه تحت الفصل السابع ومعتادوا محتاجين فاقته جهة تانية يعني الدولة اللبنانية أن تكون شريك في هذا القرار مزبوط مزبوط فعمليا خليهم هن يدفع المصاري لا خلي الدولة اللبنانية لا خلي الدولة اللبنانية ما تدفع وهن عندهم بقدروا يجيبوا مصدر تمويل آخر ولكن الدولة اللبنانية بحكومة يتزعمها سياسيا حزب الله في شغلة مهمة في شغلة مهمة عم تسقطها اليوم المحاكمة الغيابية يعني إلغاء فعلي لحق الدفاع يعني أنت اتهمت لحظة هلعب لبناني بيلغوا حق الدفاع للمحاكمة الغيابية لبنان عم نحكي يا أخي عم نحكي عن محكمة دولية لا لا عم نحكي عن محكمة دولية إلى نظام خاص لحظة لحظة تدع لإلى نظام خاص خليني أقول لك اليوم أنت معهم تحت أولا فريق الدفاع هذا فريق ما له علاءة يعني ما وكلوا المتهمين المفترضين أنه لحتالي يدافع عنهم هذي جابتهم المحكمة مش هيك أنت برأيك هنه سياسيا مع حزب الله لا لا مين قالك فريق الدفاع سياسيا مع حزب الله شغلوا علاء بحزب الله يعني بأنتواني رحميز عن جميل السيد يا أخي رئيس مكتب الدفاع مصاعده للدكتور جاغا جميل السيد الرئيس مكتب الدفاع فرانسوارو بحزب الله عمر نشابي عن مين شو دخلوا عمر نشابي عن مين عمر نشابي هلأ أنت عم تحكي شغلي خطيرة جدا بما يعني الاتهام لا مستشار طيب هو مستشار لفريق الدفاع راح التقارير من هون بعد كم يوم ألغوا العقد معه لدكتور عمر من بوابة شو من بوابة انه هو قريب لحزب الله شو مظبوط في كتير كل الفريق طول بالك معنا نبحث عن شغلي حبيبنا مدومة موجودة طول بالك لا 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 هذا الكلام هذا الكلام كتير خطير بمعنى شو تقول بالك عم تحكي كلام خطير بمعنى عم بتلبس فريق الدفاع تهمت انه هو حزب الله وانه حزب الله يعني عم ترجع تتهم جهة وانه حزب الله موكلهم بطريقة غير مباشرة هذا كلام غير صحيح خلينا عمرنا الشابي خلينا عمرنا الشابي ما ادروا يسبته على عمرنا الشابي انه هو قريب من حزب الله قاموا بعد شوية رجعوا وقعوا العقد معه بس هنا هون التسييس اللي انا عم بحكي عنه بالموضوع انه انت اليوم بصير في شي بالمحكمة بعد شوية هنا يعتبر انا اترف جدا بمعلومات وبعرف انه ما في شي منهم بس هنا تسييس بالقضاء و بالإدابة بس هنا تسييس بالقضاء بفريق الدفاع هو اصلا وكيله لجميل السيد طيب جميل السيد حزب الله كمان لا لا بس بالأي خط سياسي عنده خط سياسي جميل السيد بالخط السياسي ايه لحاله ايه لحاله جميل السيد لحاله جميل السيد حزب الله جميل السيد زلمي نائب مدير مخابرات بالجيش ضابط من 37 سنة ومدير عام أمن عام حزب الله حزب الله بس ما هو اتهم التهم تحت هذا العنوان النظام الأمن اللبناني السوري اللي بعد شوية شال التهم عنه ونقله بس يا سيد محمد ما في محامة اجا رغما عنه هو عنده عداية مسبقة لحزب الله وتم توكيله اذا بدي يكون عنده عداوة معناته عنده موقف مسبقة ما في شيء من انه حتى ما ايلا فيه قراب سياسي اضف الى ذلك انه فيه محامين دوليين بذات الفريق بيشتغلوا على حرافية ومهنية عالية جدا ويشتغلوا بعدة محاكم بس حتى ما نغرأ بهالتفاصيل اللي لا تقدم ولا تؤخر بموضوع العدالي تنختم هالفقرة بدي ارجع بس على الموضوع الاتهام او بالأحرى المحاكمة الغيابية هل هالمحاكمة الغيابية برأيك ستشكل ثغرة فيما يتعلق بعدين بالنتائج التي ستصدق هي افضل تطور قضاء دولي صار في موضوع المحاكم المؤقتة ما فيك تعمل بكلفة يوغسلافيا فاتوا فيها باكستان سمع لي يا استيزمع دعني نقع كل مرة كل مرة وتفاتوا بيوغسلافيا في المحكمة وفياتوا باكستان وماليزيا عم يدعموها وفاتوا الأوروبية مع الأمريكان باللوجست بس عم بساعدوه فاتوا هنيك بلشوا بأول مساعدات ما كانوا عارفينين وين راحين طلعوا بليارين دولار عم بيحكيك باكستان وماليزيا يعني كانوا كانوا حطوا فيهم رز تطورت بلادهم اكتر اجتماعيا إذن ما فينا نعمل محاكمات على عشرية ثلاثين سنة أما القول اليوم أنه حتى هذه المحاكمة تأخرت فانت لقيت قيام المحكمة تأخر للألفين وتسعة لسبب قلته جزء منه كان فيه إرادة من اللبنانيين ويعملوا اتفاقية بين الأمم المتحدة واللبنان وهذا الشيء ما صار تم إقفال المجلس النيابي لسبب أو لآخر في وجه قيامه والإقرار ثم من بعد ما استلمت بشهر واحد أخلط سبيل الضباط الأربعة علما أنه في كثير من اللي بدون يتهموا بالسياسة قالوا أنه لا ما كان لازم يتفلتها والبعض الآخر قال كان لازم يتفلتها من قبل بس هذا يعبر عن حيادية المحكمة ومدى الجدية في الدراسة الموضوع وأنا متطلع على بعض سؤال وقت بقول السيد حسن الصلاة بالتنين تموز 2011 لن يكون بالإمكان توقيف المتهمين لا في 30 يوما أو 30 سنة أو 300 سنة شو كان الحل برأيك يعني إذا ما بده ينعمل محكمة غيابية يعني أنا برأيي المواطن المطلوب بلبنان يخضع تقريبا لنفس القواعد المطلوب للقضاء اللبناني قضاء اللبناني بحاكم غيابيا قضاء بأوروبا بمعظمه بأمريكا أيضا بحاكم غيابيا بالدول العربية بحاكم غيابيا هذه القاعدة لمحكمة مؤقتة أنت عم تعطيه الفرصة لا يجي مع أكبر قدرة وانتبه وحتى هنا في يخضع يعني عم نبعيش يعني بوسط أدوات التواصل بس إحنا اللي عم نقوله العبرة مش هي للتوقيف العبرة هي لا الاستجواب والمحاكمة هذه الميزة بهذه المحكمة كمان بزيت مش الأولوية للتوقيف الأولوية لإجراء المحاكمة الأولوية لإجراء المحاكمة بعدين إذا ثبت أنه في حاجة وداعي للتوقيف من واقف إذن فيه يعمل عبر الفيديو كونفرنس وهذا دليل أنه مش ضروري نلقطه أو نعتقله هذه بدرجة أولى تاني شغلة أنه نحن اليوم نوافق على العديل الدولي وبكرة ولا ما بتعجبني وهذه ابتهام سياس بس أنا أعطيك لأختم بهذه الموضوع ما في قضاء دولي أو لجنة تحقيق دولي عامد بمهن ما بدي أحكي عن لجنة تحقيق لأنه عمالة منتقص إذا لم يكتمل إلى مرحلة الحكم ما في محكمة دولية وصلها إلى متهم وكان في أدلة كتير قوية والأدلة الظرفية هيدا آخر ما راح نتكلأ أنا من المؤيد لمفهوم العديل الدولي راح عارضها إذا كانت مبنية وأنا أكيد أنه من هيك لأنه كمي يعني في أدلة وقعين ما في أدلة زفير في أدلة ترتقي إلى مرتبة اليقين وقال لك كلنا راح نشكل لحكمها بس أكملها ريت قرار الاتهامي لا لا ما ريته جاي عم بتسلى أنا معكم لا 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 طول بالك أنا بلاحة المحامين على مكتب الضحايا بس خليين بس إلك كم صفحة القرار الاتهامي فضل حبة تعد الصفحات بعطيك لا لا مش هيدا مش هيدا قرار الاتهامي مع كل هيدا اللي صدر كله هون لمعلوماتك القرار الاتهامي القرار الاتهامي النهائي 20 ألف صحة بمستنديكم خلاصة خليني أكمل ملف الإدعاء أنت عم تقل لي قريته ملف الإدعاء بس بردون ما عم تخليني يكمل فكرة لا ما عم توصل لمحلات عم توصل لمحلات عم بتمرد جوابنا عليهم ناصة ناصة خليني ناخد فاصل اللي بدنا نتبل هكذا خليني تفع على الأسلوب الحضاري بخلص ترجع برجع بانتظرك وبعليق على كل النقاط مش أحلى أفضل ولا هلا بالنسبة ل بدي أختم ميلو سوفيتش والشباب كلهم ما قالوا كل اللي اتهموا حتى جامبتا وغيرهم وغيرهم برواندا وبسيراليون ولا واحد قال حتى صدام حسين كلنا بنعرف واليوم بالمناسبة على فكرة صدام حسين اليوم أهلنا الفلسطينيين عم بيعايدوا لأنه لأنه توفى شارون أو مات شارون أنا بقول أخ كم في شارون عربي كم في شارون عربي لازم يعايدوا كرمالهم العرب كم في واحد هلأ نحكي عنه بعدين بس وصلنا للجزاري ولا جزار اعترف أكتر من هيك بيغوسلافيا شو كان الهدف من سرقة التحقيق كان الهدف تضليل لا يعرفوا أول شي مين الأشخاص المطلوبين اللي يهربوا ولا يحاولوا يضلوا التحقيق وبعدين أكتر من هيك اليوم إجا حزب الله بيقلك في سرقة التحقيق وإفشاء السرية شو إفشاء السرية ما أنت أول واحد رحت شو معناه بيقول هوني عن التسريبات هم يحكي أنه صارع حكمة بالتسريبات الأمر الذي يمس بصدقية المحكمة بردون شوي التسريبات لا تتم إلا بارتكاب فعل السرقة شو هي السرقة؟ أخذ مال الغير خفية أو عنوة اللي أخذ التسريبات أخذهم خفية يعني عمل سرقة مين سرق اللابتوب واعتدى على المحققين تحت بالضاحية عند الطبيبة بالعياد مين سرقون أنا؟ أما الطبيبة أم مين؟ إذن هو شارك بهذا الفعل هلأ لغاية أم لأخرى لا يدافع عن حاله لا يعرف مضمون التحقيق بس ما فينا نعمل الشيء ونقيده وأنا برجع بذكير دايما قال لك الجريم الدولية كيف تتم خبري اختم فيها الجريم الدولية تتم على فصول عيدا السيد عبود الجريم الدولية تتم بفصول الفصل الأول هو ارتكاب الجريمة تغرب يليها اخفاء معالم الجريمة تنزل الجرافات بأمر من مصطفى حدان أو غيره ومثل بيريح لزول أمن العام كمان لا يحاولوا تمس الأدلة الفصل الثالث هو خلق بالرأي العام فكرة أنه فيه قاتل فلاني لح يضل له التحقيق وصار يقوله أنه ربما فيه إسرائيل أو غيره أنا من نرآي لا حزب الله ولا غيره أنا بقول هؤلاء متهمين فليتفضل المتهم ويدافع عن حاله خلي دافع عن حاله بمركزه بالضاحي أو بإيران يدافع عن حاله عبر الفيديو كونفرنس ويقوله أنا بريء ونحن ما نشوف الأدلة ليش حدا قال هيدا القرار الاتهام اللي عم يحكينا عنه استاذ محمد هيدا هو القرار مش هاد مين قاله من هذه هيدا قلص هيدا قلص هيدا قلص هيدا قلص من موضوع لموضوع خليني أخبرك على خمس فاصل إعلاني ثم نتابع هذا الحوار أحسن هيك استاذ محمد أنا بحكي بخلص أنت بتخلص ما تعد لي هيدا أنه نحكي بأسلوب حضاري معنا حضاريين وقبل أن نتابع معكم هذا الحوار ننتقل مباشرة مع منسق الأمانة العمل لقوى الرابع عشر من أذار الدكتور فارس سعيد مساء خير دكتور سعيد مرسيك بنور لألك ولأضيوفك الكرام شكرا لألك دكتور سعيد بتقول اليوم بكلمة إليك بمعذاب لا مصالحة ولا مسامحة من دون الوصول إلى حقيقة ما حدث وتطبيق العدالة شو أصدق هذه لا مصالحة ولا مسامحة مصالحة مع مين ومسامحة مع مين بداية أنا أردت أن أقول وأؤكد بأن مفهوم العدالة بمنطقتنا وببلدنا على الأقل أيضا في لبنان هو مفهوم جديد بمعنى شاهد لبنان كما شاهدت المنطقة بس خلال نحصر كلامنا بلبنان سلسلة من الإختيالات السياسية من كمالجمولات ربما وصلنا إلى محمد شطح ومن كل الأطراف السياسية كما شاهدت البلد أيضا حرب أهلية انتهت بقانون عفو يعني كمان معرفنا ما حدد أي مسئولية والإختيالات السياسية اللي صارت بلبنان ما تحددت ولا مرة مسئولية شوية اللي جرى ولا مرة نعرف شوية اللي حصل ولا مرة كان في عدالة بملاحقة هذه الملفات لأول مرة من ربما من تاريخ لبنان المعاصر تدخل العدالة الدولية كعنصر جديد على ثقافتنا الوطنية وعلى حياتنا الوطنية أنا بعتقد إذا بدنا نقارن يعني اللي حصل بلبنان مع اللي عم يحصل بمناطق أخرى أو ببلدان أخرى أو بالتاريخ كل المجتمعات اللي شهدت أزمات مثل الأزم اللي عم يعيشة لبنان اليوم قدرت تتجاوز هذه الأزمات عندما اعتمدت العدالة كمعيار من أجل حل النزاعات يعني مجتمعات اللي شهدت حروب أهلية مجتمعات اللي شهدت انقسامات سيئسية مجتمعات اللي صار فيها اغتيالات ولا مرة صار فيه مصالحة أو مسامحة بديقولون أن المسامحة هذا مفهوم أيضا جديد بثقافتنا يعني عالة بنحكى بالعدالة ما بينحكى بالمسامحة يعني بس بشان يعني أنه النقاش روح لأدام المسامحة مفهوم عادة مسيحي بمجتمعاتنا العدالة مفهوم بين هلالين إسلامي وبالتالي عندما نتكلم عن مجتمع مأزومة المجتمع العمائيش وليبنان وعندما هناك ضرورة فعلية أن تحصل مصالحة وأن تحصل مكاشفة وأن تحصل مسامحة بين اللبنانيين على ما ارتكبوه مع بعضهم البعض من اختيالات وغيره لا يمكن إلا أن نرتكز على معيار واحد من أجل التوصل لهذه المصالحة أردت اليوم أن أؤكد بأن هذا المعيار هو معيار العدالة لأول مرة عنا مناسبة أمام لبنان وأمام اللبنانيين أن نكتشف الحقيقة ولو لمرة يعني يعني معرفنا إلا بالهمس مين أتل كمال جنبلاط معرفنا إلا بالتأدير مين أتل بشيري جميل معرفنا إلا ربما بالتحليل مين أتل رونيم عوض وهلما جرى ربما عندما تكتشف الحقيقة لمرة واحدة وعندما تطبق العدالة لمرة واحدة فهي تكون سابقة من أجل تطبيقها كل مرة يعني أنا حاول أني أقول أني آش اسمعت شوي بجانب منه جانب القانوني جانب المراحل اللي ملأت فيه المحكمة قبل ما تحصل أمر واقع يعني اليوم نحن عم نحكي أستاذ وليد على 48 ساعة من بداية فعليا عمال هذه المحكمة شهدت هذه المحكمة خلال 8 سنوات يعني من نحظة تصور أنه أنت من بعد 6 ساعات من اختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما اجتمعنا بقرأيتم كمعارضة لبنانية للوجود السوري بلبنان وأصدرنا بيان بثلاث نقاط النقطة الأولى ضرورة انسحاب الجيش السوري من لبنان النقطة الثانية ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية والنقطة الثالثة إعلان الأضراب المفتوح حتى تنفيذ هذه المطالب طب بعد 8 سنوات أصبح هناك شيء اسمه محكمة دولية صدر بقرار بالمجلس الأمن تحت الفصل السابع طبعا نحن حطينا شهداء على الطريق هني جربوا أو الطرف الآخر يلي اعتبر نفسه بأنه هو متهم أو يلي نحن اتهمنا جرب بشدة الوسائل أن يفشل أعمال هذه المحكمة ما خلى شيء ما عمله ما في شيء ما قاله حتى بالآخر قال أنه أو إسرائيل أترت رفيق الحريري أو أبو عدس أترت رفيق الحريري عظيم إذا إسرائيل أترت رفيق الحريري مع حفظ الألقاب أو أبو عدس هو اللي أتل الرئيس رفيق الحريري ليش عارضوا المحكمة الدولية خلال 8 سنوات يعني إذا فعلا في قناعة بأنه التكفيريين بلبنان هن يلي عندهم القدرة أنه نفجلوا من الضاحة الجنوبية لمقتل شخصية بحجم رفيق الحريري وبحجم كل قافلة شهداء سولة الأرز ما كان لازم أنه يعارضوا هذه المحكمة أو أعمال هذه المحكمة كما حصل من 8 سنين لليوم طب اليوم بس نحن اليوم ورح اختصر نحن اليوم استيز وليد رح اختصر بدأت أعمال المحكمة هذه المحكمة سيكون لها انعكاسات حقيقية ملموسة واضحة أمام الرأي العام اللبناني وهي طبعا انعكاسات من طبيعة سيسية وليست فقط من طبيعة قانونية والمطلوب من هذه الانعكاسات أن نحول هذه الانعكاسات بزكاة لبنانية وبشطارة وبوطنية بدل من أن نحولها إلى إعادة تجديد الحرب الأهلية بلبنان بين ضحايا وقتل بين طواقف مظلومة وطواقف ظالمة بين أحزاب تقتل وأحزاب تنقتل تعالوا نشوف كيف بدنا نحول انعكاسات هذه المحكمة إلى مصالحة إنما المصالحة والمسامحة لا يمكن إلا أن يدخلوا بمدخل إجباري هو تنفيذ العدالي حتى نبلسم من خلال هذه العدالي جروح كل لبنان وجروح عائلات الشهداء طب مدام عم تحكي عن الانعكاسات السياسية وطبعا أولى الانعكاسات السياسية قد تكون من خلال الحكومة ما بتشوف أنه في نوع من أنواع التناقض اليوم بين بدء المحكمة هذا الأسبوع والبحث في تشكيل حكومة جامعة أيضا بالأسبوع الفائت وهذا الأسبوع يعني أنت عن تقول أنه فيه تناقض أنا بشوف أنه فيه رابط يعني سارع حزب الله أن يعني يفاتح فريق 14 أذار بالواسطة بأنه يريد أن يشارك في حكومة وفاق وطني مع 14 أذار برأيي أنا من أحد الأسباب اللي أدت أنه هو يسارع بتشكيل هذه الحكومة أو برغبته بتشكيل هذه الحكومة أنا بعد ما تشكلت هذه الحكومة وأمامها عرقيل إنما برأيي يعني الأسباب الموجبة الدوافع يلي أدت على أنه حزب الله يسارع بشأن تشكيل هذه الحكومة هو بدء المحكمة شو بدك أحسن من أنه هو يقدر يجلس على فرط طولي مع يلي متهمه بحكومة واحدة إذا صدر أي حكم أو إذا صدر أي اتهام لأنه على بعض ما بده يصدر أحكام أي اتهام من المحكمة بده يحمل الصورة اللي موجودة ببيروت أنه هو يجالس حد فريق 14 أدار ويتطلع بالمحكمة الدولية ويقل له أنت يعني خليك بشغلك القضاء أما نحن كلبنانيين نحن متفقين ببعضنا جيد ممتاز يعني هذه عرضوه عليه سنة 2009 بتصور بمؤتمر يعني الرياض كانت رعيته وقت اللي حاولت أن تتقرب من الرئيس بشار الأسد وأن تفصل بين بشار الأسد وإيران ودخل لبنان ودخلونا معهم بعملية السينسين بوقت الرياض أيضا وهذا كشف عنا الرئيس سعد الحريري بأنه كانت عم الطالب بمؤتمر مصالحة ومساحة بمعنى عرضوا على الإيرانيين عرضوا على حزب الله تعاون إحنا بلبنان نطوي هذه الصفحة ندخل بعملية مصالحة وأن نترك المحكمة الدولية تقوم بأعمالها رفض وقته حزب الله اللي رفض وقته الجانب الإيراني ظنن منه أنه قادر يتفلت من هذه المحكمة اليوم أصبحت هذه المحكمة أمر واقع لا يمكن التفلت منها بعد 48 ساعة سيبرز أمام لبنان كل العالم كل العالم العربي من الأنبار لرأس بيروت وكل العالم وكل اللبنانيين سيكونوا مشدودين على شاشات التليفزيونات ترى ما يصدر بهالقرار الاتهامي وبالتالي هذا القرار الاتهامي سيغير بحياتنا حاول حزب الله قبل ما يصدر هذا القرار الاتهامي أن ينتزع حكومة أنا بسمية حكومة الأمر الواقعي اللي على إياسه اللي عم يحاول أن يحتمي طبعا و جركن لألة مساحة وطنية مشترك ما هيك؟ و جركن لألة هذه الحكومة يعني جركن إلى البحث في هذه الحكومة لا يعني لا يعني يعني هو هو طرح مبادرة ما حدا بيقدر يرفض هذه المبادرة كل اللبنانيين بدون حكومة و نحن كمان بدنا حكومة اللي عم نقوله أن هذه الحكومة أيضا يجب أن ترتكز على قواعد سياسية واضحة قبل أن ننجرف إلى مغامرة تشكيل حكومة تقنية يعني نلفق فلان على فلان تصدر حكومة غير قادرة على حكم اللبنانيين يعني لأول مرة استاذ وليد لأول مرة ربما منذ عام 2005 من وقت انتفاضة الاستقلال المعترضين وأنا واحد منهم على المشاركة مع حزب الله حتى الآن في حكومة وحدة وطنية لا نقدم حجاج إلى علاقة بالمحاصصة منا مختلفين على وزارة الزفد أو على وزارة النفط أو على وزارة الطاقة الاختلاف هو من طبيعة سياسية نحن نريد أن ندخل في البيان الوزاري لهذه الحكومة المرتقبة الذي يجب أن تشكل شروط لبنانية ليس شروط 14 أدار يعني هل ممكن أن يلتزم مثلا حزب الله بإعلان جدول زمني لإعادة انتشاره من سوريا هل ممكن أن يلتزم علنا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على رأسة 1701 وأيضا ربما انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية بمؤذرة 1701 هل يمكن أن يلتزم أيضا بإعلان بعبدها علنا الذي يؤكد على تحييد لبنان يعني النقاش بيننا وبين حزب الله ليس من طبيعة المحاصصة ليس من طبيعة تحديد الأحجام ولا لعبة سلطة بيننا وبين حزب الله نحن نريد إدخال عناصر سياسية برأينا نحن تؤمن استقرار لبنان وتعطي للرأي العام اللبناني وللواقع اللبناني دفع باتجاه الاستقرار بس أخدتوا أجوبة على الصعيد البعض بيقولوا أنه هذه الأسئلة الهواجس بتماعة بتتسمى أنه أسئلة مستحيلة بالنسبة إلى حزب الله يعني الانسحاب انسحاب حزب الله من سوريا أيضا العودة إلى أعنام بعبدة التخلي عن المعادلة الذهبية مثل ما سماها السيد حسن الصلاة شعب وجيش ومقومة بالتالي البعض عم بيقولوا أنه فوتكم حزب الله والرئيس نبيه برري بلعبة قد لا تنتهي والأصد قد يكون مننا أنه الانتهاء من فكرة الحكومة الحيادية يلي كانت قريبة المنال في مطلع الأسبوع الفائت استاذ وليد إذا حزب الله فعلا شاعر بأنه هو اليوم أوي بأنه هو منتصر إقليميا بالعراق بسوريا بضحي جنوبي بلبنان ببعلبك إذا شاعر أنه هو أيضا ينتمي إلى فريق إقليمي يفاوض اليوم مع الولايات المتحدة وهو على قاب قوسين لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة خلي هو يعدل بقرارات المحكمة مثل ما كان عم يقول أنه تعدلت قرارات المحكمة بالسابق أو وجهة الاتهام لأنه صار فيه تقارب مع سوريا لأنه متقاربين مع الولايات المتحدة خلوني يجربوا وإذا فعلا هني حسين حالها الأدوية شكل الحكومي اللي هني بشوفوها مناسبة ونحن سنتفرج وسنكون طبعا من الداعمين لتشكيل حكومي إنما نحن إذا طلب مننا المشاركي وهكذا يحصل هو الحزب الذي أتى وقال بأنه يريد أن يشارك فريق 14 أدار الذي يقدمه الحزب حتى الآن أي التنازل من 9-9-6 إلى 8-8-8 أو المداورة بالحقائب لا يكفي من أجل أعطاء أو تأمين غطاء وطني من قبل الأسرة اللبنانية مجتمعة لفريق أصبح اليوم وضعه بحالة الانتظار هو ينتظر المحكمة الدولية نهار الخميس ينتظر انتقال سوريا إلى مرحلة انتقالية بالسياسي وانعكاسها على طبيعة أيضا وجوده بسوريا كونه تحول إلى قوة قتالية يعني أنا ربما أقول قوة احتلال يعني ما بعرف إذا ممكن أنه نقدر نوصف قانونيا وجوده بسوريا أنه هو قوة احتلال ثلاثة ينتظر أيضا استحقاق إقليمي أكبر هو المفاوضات الإيرانية الأمريكية إذن هو الذي موجود في دائرة الارتباك في دائرة الانتظار على الأقل هالانتظارات الثلاثة هالاستحقاقات الثلاثة ستنعكس سلبا أم إجابا على وضعه أمان هذه الاستحقاقات هو يحاول انتزاع ضماني وطني شو الضماني الوطني أن ينتسب إلى حكومة بيشاركه فيها كل الأطراف وبالتحديد فريق 14 أدار لأن هذه الحكومة بتأمن له أولا ضماني قانوني ودستوري تجاه الخارج وبالتحديد تجاه المحكمة الدولية اثنين بتأمن له ضماني وطني لأنه عم بيقاتل بسوريا وكل الرأي العام العربي أصبح ضده لأنه يراه اليوم يعني الرأي العام العربي كان يرى حزب الله أنه مقاومة لبنانية مدعومة من إيران اليوم عم بيشوف حزب الله أنه هو أداة إيرانية تستخدمها إيران في حروبها بالمنطقة على مستوى الإقليم ثلاثة هو يريد أيضا ضماني سنية يعني لا تنسى بأنه يعني الحد الموجود السنية الشيعية بلبنان بالعراق بسوريا تنعكس أيضا سلبا وستؤجج المشاعر مع المحكمة الدولية ومع غير المحكمة الدولية في حال تم اتهام عناصر ينتمون إلى حزب الله أو عناصر ينتسبون إلى هذه الطائفة أو تلك لماذا وصلنا إلى هنا لماذا الذين يريدون بالاستياد بالماء العكر سيقولون هناك طوائف مظلومة وطوائف ظالمة جربنا بكل الوسائل أن لا نصل إلى هنا وصلنا له طيب هلا هو عم بيقول بده حكومة جامعة هذه الحكومة جامعة يجب أن ترتكز على عناصر سياسية واضحة العناصر السياسية واضحة بلأيك ستقدم هذه العناصر السياسية الواضحة؟ أنا برأيي وما بدي يعني ما أنا عم بستفز أبدا ولا عم بفوت بعملية يعني محاولة الاستعلاء بالكلام بس أنا برأيي هو بوضع اليوم سيقدم نعم يعني تنازلات ربما التنازلات ما رح تكون يعني بشكل واضح على طريقته بتعرف يعني يعني في مكابرة أيضا بطرح المواضيع إنما أنا أكيد وأنا واسق بأنه سيقدم تنازلات فعلية وليس لفريق 14 أدار أنا وهون عم بحكي بكل جدية وبشكل رسمي أنا عم بتكلم باسم 14 أدار اليوم نحن لا نطالب حزب الله أن يقدم تنازل لصالح 14 أدار نحن نطالب حزب الله أن يقدم تنازل لصالح الدستور اللبناني لصالح الإجماع اللبناني لصالح شروط الدولة اللبنانية وليس شروط حزب الله وشروط الدولة اللبنانية هي تنفيذ الدستور اللبناني واتفاق الطائف احترام وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية 15-59-17-01-16-80 هو الالتزام بإعلان بعبدة وهو طبعا الإعلان عن جدول زمني لإعادة انتشاره من سوريا سؤال أخير سؤال أخير بها المعنى انطلاقا من هون إذا بتتوقع أن يقدم حزب الله تنازلات إلى الدستور اللبناني مثل ما أوضحت هل هذا يعني أنه نحن أمام مشهد جديد على الوضع السياسي بمعنى سنشهد ولادة حكومة جامعة في المستقبل القريب إذا وضع جميع ماء في كوب النبيض وبالتحديد حزب الله يعني القتيل عندنا استزواريات منه عند حزب الله المظلوم عندنا منه عند حزب الله الضحية عندنا منه عند حزب الله نحن عم نطالب بالعبور إلى الدولة وعم نطلب من الحزب وعم نتمنى على الحزب أنه أمام كل هذه الاستحقاقات التي يعني تضيق الدائرة لحد الأدنى على عنق الحزب ما عنده إلا العودة إلى الأصول اللبنانية إلى الأسرة اللبنانية إلى الدستور اللبناني غير هيك إذا بده يكمل بالمكابرة وإذا بده يعتبر بأنه يعني هذا الموضوع أو يلي أنا عم قوله أو يلي مقتنع أنا فيه أو يلي غيري عم بيقول مثلي هذا الكلام هذا كلام ما أنه منطقي وما أنه مرتكز على شيء واقع وأنه هو شايف أنه أنا تحت الله بشبر وما أحد أقدر يدق فيه لا محكمة دولية ولا قرارات شرعية دولية ولا استنفار إسلامي إسلامي ولا فوضى بدأت بالعراق بسوريا وستنتقل إلى لبنان خلي شوف كيف بده يدبر حاله هو مع كل هذه التعقيدات نحن عم نقول إذا أراد الانتساب إلى حكومة وفاق وطني إلى حكومة جامعة هذه الحكومة يجب أن تمر إجبارا بمدخل اسمه تنفيذ الدستور اللبناني قرارات الشرعية الدولية إعلان بعبدة والإعلان عن إعادة انتشاره من سوريا واضح منسق الأمان العامة لقوى ضابعشة من أذار الدكتور فايس سعيد شكرا لإلك على هذا المدخل أستاذ محمد انطلاقا من هوني أخيرا نفوت ندفع إلى الواقع الحكومي هل هذا يعني انطلاقا من هذا الكلام أنه فينا نتأمل بولادة حكومة جديدة جامعة أم أنه كل العملية هي عملية ربما تضيع وقت هدر وقت كسب وقت وصولا إلى متغيرات ما تهيئ جميع الأفريقاء للدخول في وضع جديد لا أنا بعتقد البلد كانت بين خيارين لو راحوا على موضوع حكومة الأمر الواقع أو حكومة حيادية كما أطلق عليها من تسميات بعتقد كنا راح نكون أمام مشكل سياسي كبير في البلد لأنه راح تكون حكومة حيادية أو حكومة أمر واقع راح يتبعها نسف لموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي راح تتعطى الانتخابات ورح نوصل على موضوع المهل النهائي لانتخاب مجلس نواب جديد وأيضا ممكن أن لا يتفق حتى على موضوع انتخاب مجلس نواب ورح نروح على تمديد أو لا تمديد لمجلس النواب آنذاك فدخلنا بعملية سياسية راح تروح البلد المبادرة اللي كان خلفها بالظل حزب الله بشكل أساسي واللي أدارها الرئيس بري والنائب وليد جنبلات هي عمليا محاولة لاستيعاب هذا الواقع واللي لقاهم يعني لقا كلام الرئيس بري من الجهة التانية البطرق صفير يعني عندما ألمح الرئيس بري إلى موضوع بري إلى موضوع أنه إذا ما في تفاهم على الحكومة كيف ننتفق على رئيس جمهورية وبالتالي كان في محاولة استيعاب لهذا الموضوع اليوم إذا ما بدنا نروح على فكرة مين خاسر ومين رابح بس أنا أعتقد بتقييمي للموضوع أو بقراءتي للموضوع أن هناك شكل ما من تحالف رباعي غير معلن بين من ومين؟ بين حزب الله أمان واللي جنبلات ولي جنبلات طيار المستقبل لأن الاعتراضات الفعلية اليوم هي موجودة عن فريق المسيحي بكل اتجاهاته يعني عندك دكتور سمير جعج ما بدوا يشارك بالحكمة والنائب العماد ميشيل عون والعماد ميشيل عون يعني من فترة هو في شكل ما من المسافي بينه وبين حلفاء وبتماني أدار كلهم يعني بما فيهم النائب سليمان فرنجي يعني مش بس الفريق الشيعي وبالوسط واقف النائب ولي جنبلات وفخامة الرئيس وكذا يعني أنا من الميالين أكتر لضرورة أنه لا لازم حتى القوة المسيحية تكون شريكة بهذا الموضوع يعني لأنه مشكلتنا الدائمة عم بتكون بالبلد أنه مننتقل مرة بمعزل الله من تحالف رباعي لبعدين إخراج الشيعة من السلطة بعدين إخراج مسيحيين إخراج لا عفوا والمسيحيين وقتها وقت التحالف الرباعي بعدين إخراج الشيعة والمسيحيين جزء منها المسيحيين من السلطة رجعنا بعدين هلأ بالحكومة الأخيرة اللي هي لعن بتصرف أعمال في طرف يعتبر حالون هو كمان مش موجود وممثل أنه الطرف الرئيسي السني ومعه بعض الحلفاء المسيحيين فدائما عم بيكون في حدا برة أعتقد ما لازم يكون في حدا برة بهذه التركيبة هلأ شو ثمنها بالمعنى السياسي هلأ هذا الموضوع اللي عم ياخد به طالة المفاوضة بمعزل بسرعة بتتوعى أن يقدم حزب الله هذه التنازلات يلي حكي عنا الدكتور سعيد هذا موضوع غير وارد هلأ أحنا مبنى نفوت بس خليني أقول لك اليوم المناورة السياسية أو الحراك السياسي عشان ما نسميها مناورة لأنه هي واقع صارت هلأ الحراك السياسي اللي قام في قامت في حزب الله والرئيس بري والنائب وليل جنبلات أنا بعتقد يعني حتى يعني خلق مناخات جديدة حتى عند فخامة الرئيس يعني فخامة الرئيس كان واصل إلى محل أنه إذا ما صار فيه توفو أنا رح أمشي بالحكومة اللي بقدم ليها الرئيس تمام السلام هلأ اليوم يعني ما عاد هذا المناخ صار لأنه عاطي فترة بس ما أنه صار أقرب الأمور إلى مدورة توفو بس هذي فترة معين يعني عاطي ما اللي قد يكون عشرين شهر أنا بعتقد تيار المستقبل حاسم جدا بمشاركته بالحكومة لأنه في طلب سعودي هذا الموضوع بناء على إيحاءات أو ضغط بس البعض يقولون السعودية منا صحيح اليوم في كلام ليش طلع كلام عن السعودية أنه إذا 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 اللبنانيين توافقوا على كذا لا شو بنا هلأ هذي إشارات ما في ما في في استراتيجية جديدة أو في أداء جديد سعودي بالبلد من من دعم الحالات التكفيرية والمجموعات وكذا إلى دعم الجيش وإعادة الإحياء يعني العلاقة مع مؤسسات الدولة وغيرها دكتور سعاد كما بالموضوع الحكومي هل تتوقع تشكيل حكومة قريبا كما يقول بعض أو أنه مثل ما رينا اليوم بعدد من الصحف والتحليلات عم بيأكدوا أنه كل اللي نباحث فيه لا يتعدى 25% بالتالي أنه فيه كتير شياطين تفاصيل فيما يتعلق بالـ 75% الباقي أنا بداية مع احترامي لشخص أستاذ محمد لنوضيح ومحترامي للي قلته أنا ما نشايف أنه البلد يدار أنه والله إذا ما عملنا حكومة بيرضع عنا فريق رح يخرب البلد أو مش هيك بتدير دولة أنه ما نحنا عاملين فرق الدبكة إذا ما إجا الفريق اللي بيقف بالنص أو اللي بينزل أكتر شيء بتفرط الدبكة لا في دولة إلى قانون إلى نظام إلى نظام برلوماني ما بدنا نضل ديرينا ببويس اللحة وإنه زفعل زعل وساعة السنة بره أو شيعة بره أنا مني حتى مع منطق اللي كنت عم بتقوله أنه بال2008 كانوا بدون في محاولة إخراج الشيعة ما حدا بيقدر يخرج من البلد طالما نحن مصبر السلطة بره الحكومة هن خرجوا أحرجوا فأخرجوا أنا بقول طالما لبنان منه تحت وصاية مين مكانت هذه الوصاية اللبنانية إذا ركنوا لتاريخهم لتاريخ قيام الدولة لمساقهم لفكرة أنه يغنوا هذه الحضارات أو العائلات الدينية والطائفية والسياسية يغنوا هالنسيج اللبناني بهالفكرة أنه يعيشوا مع بعضهم ما في داعي لحتى نقول أخرجوا في قاعدة تفقوا عليها بال43 أنه كأنه النظام برلوماني وتبين بالممارسة حدثوا فيهم أن المسلمين أنه ليس مظبوط في رئيس بمسل المسيحيين وهو حاكم ويجوا عملوا بهالطائف ووزعوا هالصلاحيات على رغم شوائب اتفاق الطائف وعلى رغم أنه في ظل بيكون يشوبوا الإكراه والبنود الخارقة لحظة انتفاق الطائف وقع في ظل السلاح كيف وقع في ظل السلاح منكسر ويقتل بعضه وإذا ما بتروح على الطائف فيه خراب يعني في ظل معادة لعسكرية معينة عدا عن أنه عدا عن أنه فكرة توزيع السلطات وإبقاء رئيس الجمهورية حكم بين السلطات يشوبا العديد من الشوائب وهلأ منا بمعرض البحث فيها ولكن منا من النظرية القائلة أنه إذا عملنا حكومة من دون ما فينا كل يوم نعمل حكومة بتبويس اللحة والراض الكل في قاعدة برلومانية الرسيت لما نبدو حزب الله طبقها أنه أنا اليوم مع وليد جمبلات والرئيس مئاتي أنا بشكل أغلبي عملت حكومة فليكن وصلت بمصانصود بغيره أمر آخر يصطفل ما في واحد يقول أنا فتع الحكومة مكره يبدو يكون نعم بمارس حياته السياسية وفقا لقناعة ومبادئ ومتحمل مسؤولية طاولة إذن عمل أغلبي وشكل حكومة بوقت العمل للرئيس لحود مع الرئيس الحص حكومة بـ 98 وإيه كانوا وصلنا كانوا برا إذا أنا عملت عمل حكومة كان سيار رئيس الحريرة ما كانوا إنه كلمة السنة الرئيس سليم تحص يومات يومات وقتا كان الرئيس سعد الحريري عنده قدرة على التأثير على الطائف السنة أكثر من اليوم أكثر مما هو حاصل خليني ما كان وقتا زعيم سياسي الرئيس رفيق الحريري خليني بس يكمل الفكرة ونرجع من الرد هذا إبعاد عمله الزعيم السياسي ما في شك أنه كان الرئيس الحريري يمثل الطائف السنية بمعظمة نحن نقول ما فينا ساعة لأنه حزب الله كل يوم بالحكومة أو معه الأكتري أو ما معه الأكتري بيخرب البلد شوه المنطق هيدا مع أنه نحن نقول في دولة وفي إصار باتفاق الطائف تكريس للنظام البروميلي شوه النظام لأنه بالحكومة اللحظة اللظام البروميلي بقول الأكسرية تحكم إذا معه حزب الله الأكسرية النيابية خلي يقلف حكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية يقول له أنا معي أكسرية النيابية أنا رح أعطيك حكومة لأنه منه قادر لأنه انتظروا تسعة الشهور لأنه ما حدا معه أكسرية الرئيس نطرون قدي حق البلاد حق الشعب على السلطة السياسية أنه تنتج له حكومة حق رئيس الجمهورية بدرجة أولى وهذا ما تبقى له في انتفاق الطائف أن يستعمل هذا القلم فيوقع أو لا يوقع لا فيوقع لا فيوقع على ما فيه حدا نقول له أو لا يوقع بده يوقع هو رئيس الحكومة المكلف اللي ما عجبه مما كان إذا كان فيوقع طبعا إذا ما عجبك تشكيله مسؤوليته القانونية والدستورية والأخلاقية الأخلاق قبل الدستور أنه ما يترك لبنان من دون مؤسسة ديره مؤسسة دستورية إذا هو بده يوقع هذه الحكومة إذا أنا ما عجبته للقوات اللبنانية مثلا أو ما عجبت الطيار العوني فل يحجبوا عننا السئة بمجلس نواب وما ينطبق على القوات اللبنانية لأنه ما أعطي مثلا اليوم أنه منهم ينطبق أيضا على حزب الله يعني خلينا بلش بالشروط الأولى يعني بلشنا أنه وفق حزب الله ووفق فريق 8 أذار على معادلة 8-8-8 في هذه الحكومة هل بتشوف أنه هذه المعادلة حقيقية أو مثل ما بيقول بعض مموها يعني بالحقيقة الجميع يبحثون عن وزير ملك وزير تاسع لهذه الفئة أو لتلك الفئة يعني أعتقد يقع على فخامة الرئيس بحال هو عين الوزير الشيعي بفهم من سؤالك أنه إذا هو عين الوزير الشيعي أن يتحمل المسؤولية فلا يقول أنه بالمستقبل أنه والله هذا الوزير السيد قبل بمرة وعدني وتحت الضغط استقال هذه مسؤوليته يقال اليوم عن شخصيتين رئيس الجمهورية يسق إلى يون ربما العميد الحنوي العميد الحنوي وشخص آخر رضا المصري إذا كان الرئيس سليمان يركن إلى هذه هتين الشخصيتين يلا فليتكل الغاية من الوزير الملك أنه يأخذ رئيس الجمهورية وزير الشيعي لكي يتمكن الفريق 8 أدار من تعيين 4 وزراء مسيحيين أكثر من ذلك الطرح 8 8 8 8 هو طرح بالحقيقة ما فيه 3 ثمانات يعني رئيس حزب الله وفريقه السياسة ما عنده 8 فقط لأنه صار الوزير جمبلات نوعا ما في أحضام السياسية لحزب الله وبالتالي عنده وزير جمبلات إلى 8 رح يصيروا 10 وحتى فريق 14 أدار عنده كمان أكثر من الثلث المعطل لما بيكون في ثلاثة يعني هذا تقصيم نظري بتعتبره طبعا يعني وكل البحث بين العميد حنيوي والسيد ضد المصري عم بيكون بحث نظري بالنتيجة يعني الرئيس عم يقبل بهذه القاعدة لغاية أنه تمكين فريق 8 أدار من الحصول على 4 وزراء مسيحيين حتى كمان الفريق الآخر الله رفض رفض تسمية العميد حنيوي بالتالي من هيكل رايح الاتجاه أكثر نحو السيد ضد المصري لا ما بعتقد أنه رفض ترك هذا الموضوع حسب معطياتي للتفاهم بين فخامة الرئيس والرئيس نبيه بري ما دخل حزب الله بهذا التفصيل يعني ترك الأمر للرئيس بري مع فخامة بالوزير الملك ما عم يبحث حزب الله بناءا على التفاهم اللي قائم بين الحزب والرئيس بري ترك هذا الأمر للرئيس بري كي يحسموا مع فخامة الرئيس ما دخل حزب الله بالتفصيل بهذا الموضوع تنوضح لذلك يعني بالنتيجة بمعزل عن كل ما يقال المعادة لمنى بالحقيقة في 2-2-2-2-2-2 هذه المعادة لمموهة كافية بالنتيجة نركب حكومي بلحظة في استحقاءات إقليمية ودولية الكلام اللي حكي الأستاذ أنطوان كلام مثالي حلو إذا بدنا نرجع لطريقة لأسنا لطريقة لطريقة الديمقراطية لطريقة لطريقة لبنانية التقليدية هلأ بالواقع بالواقع نحن لدينا قوة متصارعة على الساحة اللبنانية وكل جهة إلى ارتباط بعدها يعني اليوم كل ما نقرأ الجرائد كل اليوم شو منلاقي منلاقي أنه أنه بعضهم كانوا منتظرين الضوء الأخضر السعودي أنه راح وقال له لفلان أنه لازم يصير فيه وضع مختلف كذا كذا لأنه لبنان راح يضيع البلد يعني ببقية كل المشكل كانوا فيه للسعودية لا طب هن اللي كانوا موقفين موضوع الحكومة خلينا عنه هن اللي كانوا موقفين موضوع تشكيل الحكومة اليوم المبدأ أنه نحن دخلنا كنا دخلنا بعملية سياسية كانت قد تودب البلد بلحظة ما نتيجة أنه ما قادرين نركب حكومة وما راح نتفق على رئيس جمهورية وما راح تاخد سئة الحكومة وراح تعتبر حكومة غير ميساطية وغير شرعية هذه عنوان ولو كانت عم بتبين أنه كل شيء عم يرجع للتوافق بس هذا الواقع اللبناني لأنه الطائف كرس هذا الواقع الطائف لا أعتقد لحظة لحظة الطائف كرس هذا الواقع بأي معنى عمل توازن بين الطائف في السلطة الطائف لأنه عمليا الطائف هو كرس مبدأ التوافق لما بدك توافق يعني بدك تاخد رضا الكل لو ما ما فينا نتفق على رئيس على حكومة ما راح فينا نتفق على رئيس جمهورية بالمرحلة المقبلة جاي لحظة إقليمية دولية تبدأ من موضوع المحكمة وصولا للاتفاق الأيراني الأمريكي إلى جناف اتنين بما يعني سوريا ولبنان عم بحاول ما يكون أنه هو على الهامش بهذا الموضوع إلى احتمال تفاهمات إقليمية مستقبلية يعني كل عوامل ضاغطة صارت على الواقع اللبناني إلى رغبة إلى رغبة دولية بشكل رئيسي أنه لبنان لا يهتز استقرار لبنان أكثر مما هو بدأ تيجي هون حزب الله يعني سيكون يلي عم بقدمه على الصعيد الشكل طبعا حزب الله بالتنازلات خلينا أقول لك حكي حكي عن شغلات ما في تنازلات ما في تنازلات حكي حكي دكتور سعيد عن كم شغل اليوم ما في حزب الله يعطيك وعد بأنه رح يطلع من سوريا لنكون واقعيين لأنه هذه المعركة يعتبرها معركة استراتيجية ومعاها كل الشيعة أو خلينا نقول الغالبية الشيعية في هذا الموقف هاي من جهة ما في حزب الله يقول لك أنا بطبي 1701 1559 مرفوض كليا الشيء اللي بيتحدث عن موضوع الحدود اللبنانية السورية ومراقبة دولية مرفوض كليا من قبل من قبل حزب الله عم نحكي 15 لنا مرفوض عندك 1701 حزب الله بيلك يا خي طيب نحن اليوم عاملين وقف اطلاق نار ما عملنا تفاوم على وقف العمليات العسكرية أو ما صار تنفيذ أو اقرار بمبدأ وقف العمليات العسكرية وبالتالي الإسرائيلي اليوم عمل خرق بجرافي وفيت على اللي اسمه السياج التقني ومتجاوزه على الخط الأزرق طيب الإسرائيلي اليوم كمان ملتزم من جهة تقول لك حزب الله ليش أنا بدي التزم مش بس كمقاومة كلبنان ليش بدي التزم أنا بال 1701 والإسرائيلي مش ملتزم فيها يعني في عدة عوامل في عدة عوامل تمنع لا حزب الله ولا غيره ولا حتى لبنان قادر على أنه يؤدي هذه الالتزامات حتى لو كانت في حكومة اليوم فرصة أي التزامات لبنان ما عادر يقدم أي التزامات ما فيه لبنان يقول أنا بدي نفذ 1701 ويعطي ورقة للإسرائيلية والإسرائيلية من جهة مش عمية بل ينفذوا لأنها مشكلتنا التاريخية بموضوع الـ 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 شو هذا الموضوع وبالتالي وما فيه أقدم فيما يطع معادة الجيش وشعب مؤومة لا بموضوع الجيش والشعب والمقاومة حسب ما بعرف أنا فيه صيغة عم تندرس أرشو بما يعني التفاهم يعني أنه لا هيدي تنسف إعلان بعبدة ولا أعلان بعبدة ينسف الصيغة الثلاثية بمعنى أن تبقى المعادة الثلاثية بدأتبقى بدأتبقى بالمضمون ما بالضرورة حرفيا بدأتبقى بالمضمون يعني أنه مخارج لبزية بدأتبقى بالمضمون الحياد مرفوض التحييد يبحث فيه من باب تجنيب لبنان المشاكل أو الدخول في المشاكل الإقليمية هلأ فريق 14 أدار أو فريق المستقبل خلانه لأنه هو اللي يفاوض بشكل مباشر عنده ميل بموضوع هذا أنه أن يحصر هذه الصيغة السلسية بلبنان أنه هذه الصيغة بتكون بما يتعلق بالواقع اللبناني فقط أنه المقاومة عنده هذا التشريع عنده هذا الإجماع بما يعني في حال اعتدت إسرائيل على لبنان ولا يعطيها قائد شرعية إذا تدخلت خارج الأراضي اللبنانية بلنا تيجي مخارج لفظية توليفة لفظية لأكثر من الأقل جملات اللغة العربية متطاطة بتسمح بكل هذه الحلات أنا شوي ما بوفق للأستاذ محمد في مقال أنه اتفاق طايف كرس التوافق ليتفقوا كل الأطراف السياسية ليعملوا حكوة ولا ما كان في ضروري لهذا الدستور يقولوا بدنا أغلبية هون وأغلبية هون وسئة هون وهون للاسئة وما كانوا بحاجة يقولوا ما ننطبق قاعدة نظام حتى ما نفوت كتير بالنظريات خلينا نعود على الواقع اليوم إذا حزب الله يلي عم تقولوا قبل شوية ما تردونا على قاتنا لا أنا بدأ ردك على حكومة الرئيس ميعته هل شكلت من أغلبية أم من حكومة من أغلبية ليش لأنه ما كانوا قبل أني نعتبر 14 أذار يفوتوا ما كانوا أكثر الأكثر الأكثر لا لا أبدا لا أعراج هلأ لندن عرجا هلأ مصر عرجا تونس عرجا عملني نظام حكم مدني وأنا معك مليون بالميس يا أستاذ محمد سويسرا عرجا بوقت يدي عمله لا أستاذ محمد بسويسرا في 2600 طائفة بسويسرا في 2600 طائفة منهم نظمين من نظمين من نظمين بي كولومبيا بي هولندا بالنمسا في عشرات الطوارق كلهم نظم علاقاته عمل دستور وفق ما ينطبق عليه مشكلة معنا مشكلة من حطة بالطائفية علينا أنه صحح الممارس بعد أيام مين بيخبرني أنه ما لازم الحكومة تعمل هيك في معارضة المعارضة هي صلب الحياة سؤال صغير سؤال صغير سيكون القوات والتيار هني بالمعارضة سؤال صغير دعونا نجيب على الموضوع الذي قاله بالنسبة للشروط يعني أنا اليوم إذا عم نحكي أنه إذا ما عدم حزب الله الشروط أو إذا كده رح يقدم تنازلات شكلية على ما أفصح عنه الأستاذ محمد تنقل بموضوع السوليسية الزهبية أو غيره أنا اللي بقوله عادة صيادة عشان ما نسميها تنازل الحكومة اللي رح تجي هي الحكومة فقط اللي بدأت تأمن استمرارية السلطات وتأمن عدم حصول فراغ وفي حال حصول فراغ أن تكون المؤسسات في أيدي حيادية مش أيدي تأخذ وزير الخارجية كمحامة عن إيران أو عن سوريا أو تأخذ وزارة الدفاع مثلا بيأتجاه ما بيريده يعني بكلنا بتعرف من مطلع الثورة السورية ولا مرة شفنا أنه مثلا شفنا أنه القوى الأمنية على أنواعها اعتقلت لطفالة اثنين وحتجتها واعتقلت سوار رحيم من لبنان إلى هونيك لمساند السوار بس ولا مرة شفنا أنه وقفوا مجموعة من حزب الله علما أنه حزب الله مش أنه يعني عم قرر يلعب استراتيجية قبل ما يلعب استراتيجية فيه بده يقرر هو هل هو مواطن لبناني نعم أم لا إذا مواطن لبناني يخضع للدستور اللبناني يلي بيحط الحرب والسلم بإيد السلطة السياسية السلطة السياسية اللي كان هو على رأس الغطاء السياسي لحكومة الرئيس مئاتي وقالت بدي نائب النفس شو النائب نفس هو حياد والحياد شو بيحكي عنه أنون الحقوبات مادة 288 بتقول يعقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقوم بتصرفات أعمال يعني وكتابات وبيانات تتعارض مع سياسة الحياد التي تنتهجها الحكومة طيب ما هيدا الحكومة قررت نائب النفس وفريق مننا بيطلع كل يوم ذهبا وإيبا إلى سوريا وبالعرب اللي مش يبرح بيروح بيعمل حرب هوني أنت يا أما تخضع للدولة اللبنانية يا أما لا تخضع للدولة اللبنانية علينا أن نختار ما فيني ولا الدولة اللبنانية أو قصة الاتفاق وأبو ملحم والدبك اللي حكيتك عنها نلبسها بس بدنا قاميس ونشلحها تين نهار لا هيدا خيار استراتيجي هيدا الخيار استراتيجي مش الخيار الزهيب لأنه بعتقد حزب الله منه بوليس عربي النظام السوري هو بحارب التكفريين إذا فيه تكفريين والسوار بدون يقلعوا النظام يقلعوا هن بس نحنا بطلنا كانوا التكفريين عنه وحزب الله ملعب دور البوليس العربي أو البوليس اللي بحارب التكفريين ما كانوا وحط عليهم خط أحمد بتصور يعني أنه طرح الإشكالي فيما يتعلق ببند أساسي يعني العودة إلى سوريا يلي كمان بعد طرح الدكتور فانسعي أنا ضد استاذ وليد قاله الانسحاب الزمن شو انسحاب الزمن جدول زمن فيه انسحاب فوري فيه تطبيق للأنون هيدا فكرة الانسحاب الزمن هذه طريقة أبو ملحم خلاص بده يفوت يحترم الأنون اللبناني مش هو غيره كل جهات رحت لسوريا بده ترجع على لبنان ونطبع لها الأنون اللبناني شو جدول زمن رح ناخد فصل إعلاني ثم نتابع هذا الحوار من حيث وصلنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لها 300 سنة يقدروا يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا لأنه مفهوم اللعبة كلها الكبيرة والصغيرة المفهومة انطلاء من هالواقع القضائي القانوني هي اللي شفنا هلأ بعض تجلياته وانطلاء من ياللي طرحه الدكتور سعد حاول انه لا لازم انه ان نعود الى الدستور ان نعود الى القانون انه الشروط ليست هوني شروط 14 اذار وانما شروط وطنية كيف يمكن هون التوفيق بين اللبنانيين استاذ وليد اليوم انا لما بدي نحن كنا بحرب اهلية صار اتفاق الطائف بالظروف اللي نحكي عنها صراع الطواقف بداخلها والمتغير الاقليمي نتيجة التفاهم السوري الامريكي السعودي اللي انتج هذا الاتفاق واللي اجا الرئيس رفيق الحريري انا ذاك عمليا لتنفيذ هذا الاتفاق اعادة تكوين السلطة ب92 من الاساس صار على اصص خاطئة وغير صحيحة يعني اليوم انا اذا بشوف كل اوانين الانتخاب اللي صار على اساس الانتخاب مجالس نيابي حتى اليوم مناقضة لاتفاق الطائف اتفاق الطائف يتحدث عن استقلالية القضاء كوحدة من اسس لإعادة تكوين السلطة في لبنان بعد الحرب الاهلية هذا الامر ما حصل ايضا عم باخد هادي عنوانين اساسيين يعني بناء او تكوين السلطة التشريعية وفي القانون انتخاب يحفظ حقوق المواطن اللبناني مش المرشح والاحزاب والقوة والمحادل والبسطات وغيرها وبنفس الوقت عن السلطة القضائية اللي هي يجب ان تكون فوق السلطات او موازية على الاقل للسلطات السياسية هذا حكي صار بالماضي لا 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 حكي بالماضي ما نحن هذا اليوم ما نرجع لنفس النقطة اليوم صرنا غير مطرح يا اساسي لا لا ما صرنا بغير مطرح نحن ضل اتفاق الطائف ساري المفعول ما نفذ لا لا ساري المفعول بالاداء اللي حصل كان عم يحكي انه الرئيس رفيق الحريري كان يعني يمثل وقت حالي سياسية ورجعنا قالنا انه لا كان بيمثل مش حالي شعبية ولا حالي مذهبية لانه كمان كان يعتبر نفسه انه فوق الطواقف والمذهب انما عمليا كان يمثل النفوذ السوري بالبلد لانه كان رئيس الحريري يستقيل ويكون ايه كان الرئيس الحريري عايشنا نحن كان الرئيس الحريري يستقيل ويفرط الحكومة ويكون متفق قبله مع السوريين على حكومة بديلة بالجيبة كان يعطي كيف يزعل يرجع بعد تاني يوم يرادوه السوريين ويرجع ياخد اللي بده يامن السلطة ما كان يمثل السوريين يعني لا مش كان يمثل انت انت هايك بس انه بالنسيجة كان في وصايا سوريا كل القيادات السياسية اللي كانت قائمة وفي جزء مننا بعده وهلأ طلع من العلاقة مع سوريا ومنهم بعده اليوم كلها كانت تعمل في ايطار هذا النفوذ القائم وبالتالي الرئيس الحريري كان على علاقة جيدة جدا معهم وقتها اتفاق الطائف قوانين الانتخاب الاداء السياسي الداخل للحكومة وغير الحكومة نحن هلأ نحن هلأ نعيش نتاج تلك المرحلة بأي معنى اليوم عم نحكي عن التوافق عم بيقولي الاستاذ انتوان كلام جميل عن الديمقراطيات وعن الاغلبية والاقلية وغيرها انما هذا الموضوع اذا هلأ بناجي نطبق بالواقع اللبناني هالموضوع هذا ممكن اذا انت عم تعمل انتخابات مش وفق قانون مش وفق قانون تسمح فيه بتجديد الحياة السياسية تسمح فيه حتى بمجموعات صغيرة او احزاب علمانية او وطنية او غيرها ان تاخد ادوار فعلية عامل قانون وفق تفصيل طائفي ومذهبي بعد شوي تجي بتقول انه انا كيف بدي ركب سلطة تنفيذية ناتجية لحظة لحظة كيف بدي ركب سلطة تنفيذية يعني حكومة انا بناء على هذا التكوين في السلطة التشريعية اللي متقاسمين مجلس النواب عم يتقاسموا الحكومة نفسهم وبالتالي ما فيك تعمل شي خارج اطار التوافق بالواقع القائم اليوم امامنا فرصة اليوم ما بتصول انه هاي دي الفرصة دكتور سعد لحن رجع اسمع لك بس خليني اخد مداخلي من السيد محمود عيد وهو والد الشهيد وسام عيد مساء خير سيد محمود مساء الخيرات مساء الخير استاذ وليس مساء نورك يعطيك العفور ورحمي لك كل شهيد شكرا صحى بنفسه من أجل هالوطن يعني بعد يومين تبدأ المحكمة الدولية اعمالها نعم ويضع الله نطرحين على المحكمة الدولية نعم الخاصة بالبناء كلنا امل انه تاخد المحكمة مجراها القانوني الدولي وانه ما حدا من المجرمين يفت من العقاب ونحن مطمئنين لمحاكمات لمحاكمات هالي المحكمة ان شاء الله بتكون عادلة وراقية ونوصل الى الحقيقة الكاملة ونعرف مين يلي قتال هالشهداء جميعا بدك الحقيقة يا استاذ وليد نعم انه ربنا ما نشاهد بس بالعقل نعرف لأطل شهيد رفير حريري هو نأطل كل هالشهداء هدو السيد محمود عيد والد الشهيد والسامعيد بدي اتشكرك على هالمداخل لكننا معلو دكتور سعد حول مطرح وانه بالنتيجة انه عم بيقول انه العطب بنيوي من الاساس بالتالي لا انه الوقوف هل عندها الاشكالية يعني انا مني مع فكرة انه والله العطب الاساسي لانه فيه طواف بل تعتقد هيده سروي للمجتمع الابداني او اذا كان فيه طيب طائفية بس فينا نفصل الممارسة الطائفية على الممارسة السياسية فينا نفصلها وفيه عدة محطات بيقدر الشعب اللبناني واسبت دوره لسيما ب14 قدر لما انجمعوا معظم اللبنانيين ببيروت قالوا بيقدروا يتفعوا على مشروع سياسي واحد قالوا هو النضاد ضد اي وصاية قالوا هو دعم حزب الله في الحرب 2006 عندما فتح كل اللبنانيين بيوتهم علما انه هون فيه صغيرة انه ليش حزب الله الوحيد الذي يقاوم كانت المقاومة تشمل عديد من الاطياف السياسية طيب منروح على نقاش اخر تاريخي انا بس عمقول وهيك للتعليق فقط بس انه الرئيس الحريري وكانه هو كان كل الديناميزم تابع الحياة السياسية يعني من 92 لليوم الرئيس الحريري اذا بده اجمع بالارقام الوزارات اللي كانت محسوبة عليه وعلى فريقه السياسي بيطلع عنده معدل 27% من جسم الحكومة الذي كل شكل من 92 الفريق الاخر كان بدين اما للرئيس الهراوي اما لسائر الاحزاب اللي كلها بدين بالولاء للوصاية السورية وهو طبعا حاول يتعايش معه لما ما كان يعجبها للوصاية السورية كان يقض على جنب حلق في قال السيد محمد انه يرجع يشكل حكومة تاني بس مرات كان يقض سنتين على جنب لما ما عجبوا انه بس يقض على جنب مرة واحدة مرة واحدة طبعا يعني مع رئيس من لحو يعني اللي ما عجبوا الرئيس الحرير ما قتلو عم تتهم رجعت سوريا لا لا عم قللك انت بي انا لما بدأتهم اذا بدأ يخذ انا بالاتهم السياسي انا ما رح حيحكي فيه لما بالاتهم السياسي انا بدأتهم اكيد يعني ما كان عنا التمير الحمر نحنا هون عم بي عم بي عم بي وصاع علينا المسؤول الامني يلي بس دليل واحد صغير ذكر ومش انا وزير فرنجية كان مع زميلك مرسيل غاني مقال طلب مني مصطفى حمدين انا منزل الجرافات قلت له اوعي عمي بتحمل انا المسؤولية نازل يشيل الادلة تفصيل لا لا مش تفصيل هيدا نموذج معبر جدا كما حصل بالامسل لما صارعوا المخابرات مع الامن العام وصورتهم كل الصور ونقلوينه شو نازل يعام منو ضبط عدليه الامن العام يعني هين هي نموذج صغير بس انا بحكيك بالسية وين علقوا المخابرات والامن العام كان المخابرات عم بشي عم يمسحوا الادلة هن والمعلومات ترتفع هم يحكي بوقت العلبious لوزير شطح شو نجلي علقوا المعلومات والمخابرات لا مش صحيح لا لا مش صحيح لالا علقوا المعلومات وفرح المخابرات وفرح المعلومات لا ابدا مع مدرية المخابرات هن على تنسيق تام بكل الجرائم اللي عم تصير هلأ لما نستطرد كتير ما فينا نقول والله انه اذا ما صار فيه توافق توافق عم المنباري حملتلك ما ترجع للزمان ولا تروح على أتنا ولا على أوروبا روح على المنباري رحاله حزب الله عامل حكومة من دون طيار المستقبل يلي بمثل معظم السنة في لبنان طيب ليه هذا بجوز ولما ما بيكون في حزب الله اذا ما عجبته الحكومة مش هو مش موجود طيب اكثر من ذلك طيب اليوم ما تخطيناها المرحلة ما ما اساسا طيار المستقبل هو اللي عم يبحث هلأ بموضوع الحكومة الجامعة الطيار المستقبل اذا عم يحدق هو هذا رأيه السياسي اما اذا اليوم عم تأخذ عم تسألني عن رأيه او رأيه اي جهة سياسية مثل القوات اللبنانية انا ضد كل هالطروحات اللي عم بتصير لانه هذه الحكومة اللي عم بتعملها السياسية الجامعة كرميل شو لم تعالج المشاكل العنوين الاسية يعني بلش اذا فصلنا الوقع اللبناني على الواقع الاقليمي السيد محمد عم بيقول انه مرتب في نوعا ما كلب السيد سعوديين انه فوتوا يا شباب على الحكومة بس انا عم بقلك نحنا اذا بنا نظلنا نقول انه والله انا في عندي حبل مدندلة بين ايران وبين السعودية وانا بتظلنا ممسك فيها وقلا بوقع وبجع راسي مش مظبوط يعني بدنا نحاول نخرج اذا ما خرجنا ما نعيد التجارب يلي مرمرة اللبنانيين وعملوا فيها مأساة وصار في امهات عم تبكي عطول وحروب دائمة لانه ساعة اذا بدك خلينا نقول فريق معلق بالغرب فريق معلق بفلسطين بعبد الناصر بالفلسطينية والرئيس عمار ورجع بعدين هلأ انا حالة شعير وكله لما في حالة سلاح لا تستقيم الحياة السياسية يعني انا ما فيه يقول والله يعني بدي شوف اذا بوافق وبده تخرب الدني خييف ما انت مواطن لبناني فيه شمسية بتغطيك اسم الدستور والقانون ليه انا بدي من الضبط السير لا اضخم وخالف قانونية بدي تلحق فيه وغيري لا ليه ما عم بفهم يعني انت يا اما عم بتقلي ذكرني بس قبل ما تقلي اذا بك تعمل حكومة ولا انت مواطن لبناني نعم او لا هلأ بالعناوين السياسية لنعم الحكومة اذا استحال تطبيقها يعني مثل ما عم نقول خلينا نسلم جدلا انه ما مشت الحكومة او ما بدو يفوتوا فيها تنقول القوة اللبنانية وفيت الاتفاق بس هذا الاتفاق رح برجع بعيشنا مأساة جديدة تتكرر ومهزلة جديدة عندما رح الرئيس سعد الحريري الى سوريا ومحاولة التعايش السياسي في حكومة اسقطة الفريق وفخخها من جوة وهلأ عم نجديد رجعنا عملنا حكومة ميقاطية ما مش الحال سقطت به لانه ما بقى فيه طلوع كتيفو يمكن للرئيس مئاته وما بقى فيه استحالة امكانية لتكمل طيب شو العنوين الاساسية انا بدي بس اعرف بس حزب الله يريد العودة الى الدولة هاو هو مواطن لبناني اي فرد منه او قيادته السياسي نعم ام لا اذا لا انا بقول هذه الحكومة الجامعة اللي عم يحقوا عنها هي تمثيلية بالواقع كما هي العنوين مموهة لانه هاي دي الحكومة لان تعالج العنوين الاساسية يعني من انسحاب من سوريا العودة الى القانون هاي دمنا هي اللي قد انه انت عادل هاي المساق الواقع بس في عنوين بعد اساسي اكتر من هيك انه حزب الله متمسك بعنوين اخر هلا وهو المؤتمر التأسيسي اخر ما تعلمنا من تجربة اتفاق الطايف ما فينا نعمل اتفاق بيظل وجود السلاح بتسلم سلاحك للدولة اللبنانية ونرجع ونشوف اذا في عيوب باتفاق الطايف وهي موجودة ونعمل ولكن اذا ما صار في حكومة جامعة شو منعمل نترك برك يصير كمان فراغ سياسي وبتحمل رئيس تاريخيا الرئيس سليمان المسئولي لانه ما قالب حكومة حيادية لنا بييد 8 ادار ولنا بييد 14 ادار يعني انا ما بيقبل اذا صار فيه فراغ رئاسي يضل عندي وزير خارجي تصريف اعمال عم بيدافع عن ايران وعن سوريا بغض النظر اذا كنت انا 8 ادار او 14 وما بيقبل انا ايادة جيش مش كل يوم بتقوص على الطيران الاسرائيلي وعلى طيران السوري نا بذات الوقت يعني الباريح سررنا لما شفنا انه طيران بالوقت ذاته ايه بالوقت ذاته بس تبه هيدا عم احكيك بالمبدأ بالمبدأ لا لا بالمبدأ بالمبدأ انا ما بيقبل بذات الوقت متل ما سمعنا اليوم وزير خارجي عم بيدافع انه لازم ايران تكون كما السعودية انه يكون خي مش شغلتك هيا لا فروف على قبل شوك باسآ نحن نر license نيلة صعب مiete مادام نيلة مرحبا كيفك يا سؤال واليد ماشي حال تفضلي قدي أمت على ضيوفك كلهم وبدي أقول كلمة змين على أثر محتل وسام الصم حسان أنا اعملت مداخل المعه وكانه ضيوفك علي حمادي مريضين وكلهم بدي أقول شي مشكلتنا الخي مشكلته السلح انا اذا ماعي سلاح بخليش موقف سيارة بياخده انا بالبنية بدي ايلك شغلي اولا لما انحارب سيد حطم نصر الله وقال الحمار هل ارجع طبعا يحاربهم بسوريا لانه هاي فين ضد شرس اسد هي اول شغلي وتاني شغلي 14 اذار منجرب لمجرب كان عقله مخرب لا وزير ملك ولا وزير البطيخ المتمر حيمشي حاله الحكومة ما حتمشي لازم 14 اذار وقالنا كلنا هنقفر ب14 اذار اذا شغلي واحدة ما عملوها لازم يطبق الاعلان بعبدة هي اول شغلي وينسحب من سوريا وبعدين يبحثوا موضوع سلاحه على طولة البحث وقالنا فيه ثلاثة بدايين ب14 اذار انه ينسحبوا من 14 اذار اذا ما تنفذ هيدا من النا هن الاستاذ علي حمادي وميش دياء والدكتور سامير جعجر وبس غير هيد ما فيه وما بدنا نسكي اكتر من هيد خلينا نشرقين وولادنا برا علمناهم هون ودفعنا جم قلبنا عليهم ما فيه واحد منهم بيلاقي وظيفة وقالنا فيه السيدة نايلة صعب بدي اشرك على هالمدخلة على هالصرقة حقيقة اللي اطلقتها يعني بعدنا عم تشدد على الابدل لا لا اول شي فيه مشكلة كتير كبيرة انا باعتقد لدى جمهور 14 اذار لانه قوة 14 اذار رفعت السقف بخطابه السياسي الى مستوى صار اي تنازل باي موقع حتى اذا ما بدنا نسميه تنازل عشان ما نحرجهم كمان يعني اي تدوير زوايا التعبير اللي استعملوا رئيس برمي نايلون على السيد حسن الصالة الشد لا لا ما في بدنا بس تسعة تسعة سخة خلينا 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 هذا الجمهور اليوم عايش انا بفهم بده يعيش حالة احباط لانه الحلفة كمان يعني مثل دكتور سامير جعجع قال انه انا حكيت انا والرئيس سعاد الحريري وما اقنعني بضرورة تشكيل الحكومي فيه ازمة عند 14 اذار لانه دائما هم تطرح شعارات كبيرة سقف عالي كتير كبير وبعدين عم بس تروح على التفاوض على الطاولة نتيجة الضغوطات الاقليمية وكذا والعلاقة مع السعودية بشكل رئيسي عم بتكون عم تقدم تنازلات كبيرة يعني بدءا من يوم نقل الاتهام الى بعض القيادات في المقاومة السيد محمد تنازلات عن حقه لا لا تنازلات تنازلات عن السقف السياسي اللي هي عم تعمله هم تنازلات عن حقه لا لا خلينا مش قصة حقه او مش حقه ما هي عم تقول خطاب سياسي عالي كتير هلأ مثلا حكى الدكتور فارس سعيد سجل بعض النقاط يعني اذا هاودي بدون يتحققوا عرف شو معناته بدنا 300 سنين يعني بدأ تغير كل الحالة وبيجي مليون جيل تتغير المعادلة أو تتغير المعادلة بس خليني بس خليني بس خليني حبيل الممازحة بس 300 سنة فقط للقدسين يعني للقدسين ما فيك توقفون بدون 300 سنة قيادة قدسين مناح وشاو قيادات المقاومة لا المتهمين يرتبوا الى مستوى القدسين بجهادهم فاليوم عمليا في مشكلة عند 14 أذار وهم تفاهمين يعني الحزب وكذا حتى لتأخذ الأمور دورتها الطبيعية ويقدر تيار المستقبل إما أنه يجيب حلفاء وماء على الحكومة أو يفوت على الحكومة لأنه بده يفوت على الحكومة يعني كل طرف يقول أنه على الأخذ يفوت على الحكومة يا أستاذ محمد أنه أتل اسمانة دكتور سعيد عم بيقول أنه حزب الله بمأزخ أنت برأيك أنه اليوم قوى 14 أذار حزب الله مش بمأزخ حزب الله شاف ما يلوح في الأفق من يعني محاولات لوضعه خارج السلطة التنفيذية وبالتالي مستقبلا يعني ممكن الضغط عليه بقرارات سياسية من الحكومة وأخذ البلد على إشكال سياسي كبير والحزب اليوم مستنفر ليلة نهارا في مواجهة العدو الإسرائيلي وهو يخوض مواجهة في سوريا حلق مستنفر فيه طبعا طبعا لأنه هاودي اللي بيقاتلوا بسوريا غير هاودي اللي بيشتغلوا مقاومة فرقة مخصصة لهونيب لا لا غير هاودي اللي بيشتغلوا فيه بحر من الشباب يعني عد ما بدك هلأ الشباب اللي عم يطلعوا على سوريا بس للتوضيح يعني الفرق بين الحزب وبين القوة التانية القوة التانية بتحاول تتسلى لمسلحة كذا كذا الحزب عنده كل الانفراستراكشر بسوريا يعني عنده كل البناء التحتية يكفي الشاب أنه بروح كزائر إلى سوريا تعتقد أنت أسيد محمد هيدا امتياز واشيم مش عم بحكي عن امتياز أنا عم بحكي عن آلية عن آلية التحرك طبعا الحزب اللي أنت ما فيك تمنع لبناني من أنه يروح على سوريا لا رايح يعمل الزيارة للسيدة مش لبناني في جماعة جماعة وخالف هذا موضوع تاني القرار اللي أررته هي مش حكومة الرئيس مئاتي قررت أنه تعمل نائب النفس خليني طول بالك طول هذا موضوع هذا موضوع كان بالبداية شي وصار بعدين بسياق أخر لا ما فينا ما كل أمور لي حتى السيد حسن قال عنه طيب هلا منحكي عنه بس أستاذ محمد على سبيل النقاش يعني خلالنا ما نوقف عند هذه النقطة ما نتجاوز هذه النقطة بدون ما نعلي عنها السيد حسن بالبداية قال أنه في قرى متداخلة رجع قال بلشت من هنا الصعر بلشت خليني 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 رجع قال طولة نتنازل هي ما في قرى متداخلة لا لا كان بلد التبرير بعدين جاوز بعدين على بصراحة طولة نتنازل لاحظة في قرى متداخلة في أكثر من 30 قرية بس في وقت القرى المتداخلة السيد محمد كانوا عم بيموتوا ناس من زحلة من البقاء من نبطية نبطية كرى متداخلة لا لا كيف حرص ثور كامل عم بيموتوا هوني ما أنها كرى متداخلة طول بالك طول بالك نحن عم نقاتل بسوريا علنا وأنا من أول الداعمين لقتال الحزب في سوريا بس حمد خليني لك شغلي أستاذ محمد تؤمن بالقانون والدستور اللبناني بؤمن بالقانون وبالدستور اللبناني بس بدي لا مش بس بدي وأنا اللي عم بعمله هونيك أنا أؤمن كمان بأنه أنا اللي عم بعمله هونيك هو للحفاظ على لبنان وللفصل الفعلي ما بين لبنان وسوريا لأنه كل المجموعات المسلحة اللي كانت عم تتحرك من طرابلس ومن عكار ومن لبقاء ولحد اليوم عم تتحرك بأرسال وأنا اليوم اسمعت خبر أنا بعتقد بالمعنى الرسمي بالمعنى يعني الدولتي أرى تشوه؟ شي مخزي أنه طلع وفد من لبنان أمني قابل وفد من المعارضة السورية بعرسال شو عرسال يعني هي نقطة نقطة حدود مشتركة الكيلومتر 101 يعني شو هي عرسال بهذا المعنى هم تحكيني ما هذا كمان خرق للدولة طوال وفده قطري مو معن حدا قطري كمان طيب بس هذا خليني 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 كمل خليني كمل كانوا عم يتحركوا يتسللوا اليوم بعد ما صار فيه عملية القصير واستكمالا كل مساحة القلمون وصولا إلى حمص لغيرة وبعد فيه يبرود تغيرت الصورة تماما بما يعني التداخل بين لبنان وسوريا وإن شاء الله بس تستكمل يبرود باتيت بصير فيه عزل تام على الحدود أرى تشوف بهذه المنطة نحن خليني خليني كمل خليني كمل لأنه تضحي نصدية خطرة لا خطرة لا نحن إذا صحف هذه النظرية مضبوط يعني منكون منكمل هذه النظرية بتودينا للمقولة الشهيرة يلي قالها السيد إنه ما تلعبوا معنا شيك قال لا لا ما دخل هذا ليش عمبل ليش عم بتفسر الأمور بغير سياقها خليني بس اشرح لك ليه خليني اشرح لك ليه لأن هذه النظرية عم تلعب بمستقبل لبنان عم تربطوا بحبلة هو ما قالوا فيها لا ناقة ولا جمل هيا وحدة وحدة تاني حزب الله منه فريق قاعد لحاله والله بقلهم أنتوا هلا اليوم ما تلعبوا تركوني أنا مجهول هنا بس ارجع بحكي معكم حبيبي أنت عم تلعب بمستقبل لبنان كدولي لبنان الدولي خليني كمل تدويل تدويل الوضع اللبناني لا ما أنت قطعتني أنا كنت عم تستوضح منك خليني بس كمل الفكرة وجوب عليك أنا عم تقول أنه أنت عم تلعب اليوم بمستقبل الدولي الدولي ككيان موجود كيان مؤسساتي ودستوري عم تلعب بمستقبل اقتصادي والاجتماعي للشعب الشعب اللبناني منذ قيام الثورة السورية منذ قيام الثورة السورية اقتصاده تراجع كتير النموط راجع كتير إفلسات كبيرة ونحن عم يشبه هاو كلهم ما عم يدعو بالخيغ لحزب الله ومواجهة حزب الله مع العالم السنة كذلك ما عم يدعو بخير طول بالك حزب الله دخل متأخرا أمتين دخل حزب الله على المعركة طول بالك أمتين دخل حزب الله على المعركة بسوريا يعني أن حزب الله عليس وليس بجرسا تأسيده أبي مصر عمد خليني خليني يا قيل دخل على الصراع في سوريا كل 14 أدار كل 14 أدار من أول يوم عنده شغلي وحيدي بدنا تسقق بشار الأسد الرئيس سعد الحريري ما بيجي إلا عبر مطار طول بالك ما بيجي إلا عبر مطار دمصر طول بالك علاقة مع المعارضة السورية بتركيا وبغير مواقع أرى شو تنظيم مؤتمرات بعض الوجوه المعارضة السورية للنظام كانت قادي بكنفهم هون وبحمايتهم أرى شو المشروع السياسي لـ 14 أدار كان قائم على فكرة أنه هذا النظام السوري بالعيد بيسقط وعراس السنة وبالربيع وبالصيف وآخر وبتشرين ولم يسقط هذا النظام أزمة 14 أدار العميئة هلأ أنه مضطرة 14 أدار أن تتعاطى مع واقع أن الرئيس بشار الأسد باقي في موقعه وسيبقى يحكم النظام خلينا مش هذا وجهة نظر خلينا هيدا الشيء هيدا الشيء اللي كرس اليوم باللقاء بأن لفرافو كاري هيدا مش وجهة نظري هيدا أنت قلت أنه فاتوا متأخرة وهذا الكلام مش مظبوط سقط 230 شاب ببداية الأعمال المسلحة يلي اجت بعد الثورة السلمية يعني أول 230 شاب منين من حزب الله سقطوا وعفوا هيدا 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 الكلام أول أول مواجهة لحزب الله مباشرة عسكرية على الأرض في سوريا حصلت بالقصير ولا بأي محل تاني بهذه القرى ولحد اليوم الرقم بما يعني شهداء الحزب في سوريا لحد اليوم ما صار 230 وثلاثين يا أستاذ محمد تحكي مع واحد يعني دي صار عارب جوة جوة عندك دي صار بحدود الميتين طيب بس أنا بدي أقول لك شغلي حزب الله بمطلع الانطلاع الأعمال الحربية ما كان يصرح عن قتله أبدا 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 بلما صار يصرح جهارة أقول الشهيد اللي سقط في دمش يا حبيبي يا حبيبي ما في الحزب يا حبيبي ما في الحزب وتلعف ديحة واحد جايبينه من البحران وواحد من اليمن وواحد من العراق طولي بالك طولي بالك بمعذة بمعذة عن الطب لا 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 دكتور ساع أنت تحكي عن المبدأ أنه لا يجوز التدقل خليلي لك شغلي خليلي لك هل تأخذ كل الوقت لا ما عم بيخذ كل الوقت أنا بعد ما كملت ما كملت فكرة اللي بلشتها لا بس هنحكي عن هيد طول بالك عم بتقول حزب الله بخير المتأخرة هذا رأيك هذا رأيك مش الواقع الواقع أنا بعرفه لأنه أنا أقرب الناس لحزب الله أنت بنظرك أنت بتعرفه أستاذ محمد أنا بنظر أنا بعرفه طيب قول رأيك لما الصحف الأوروبي خلينا بتنشر أنه حدا حراس الثورة بنص طهران على المدفنة طبعه بحطوه لقسطوشة في دماشق مش معناه ترأي أو رأي لا مش مظبوط مين هو هذا هو رئيس رئيس اللجنة اللي كانت إعادة الإعمار نحن عم نحكي عن شخصيات وصار فيه مراسل دفن وحطوا أسناهم وفيه تصريح هذا كله مش موجود لا مش مظبوط بعدين بعدين في وقت بمطلع الثورة بس للتصحيح أول بيان صدر عن السيد بعد شهرين ثلاثة عن طلاق الأعمال العسكرية قال نحنا فقط بعض الشباب عم يدافعوا بالقرى المتدخلة ثم قال نحن عم حارب تكفي خوفهم مش بمداية مش بمداية هذه الفورة كلها لا خليني خلافة على المحكم وخلافة على الحكومة كمال خلافة على التدخل سوريا رح ناخد رح ناخد فاصل إعلاني أخير ثم بنسمع ردك على مقالة الدكتور سعد وقبل ما استكمل معكم هالحوار بدي أتوقف مع اتصال أول من السيدة ليلى الخطيب مساخين مدام ليلى أهلا مصنور استاذ وليل فضلي بس بدي أول شي عم بيقول استاذ عباد أنه 14 أذار علوا السقف كتير بس بدي سألوا دخلك شو علوا السقف كتير لأنه قالوا لبنان أولا لأنه قالوا ما بدنا حدا من برا ما عليش طول بيلك علي الله يرضى عليك عم يسمعك عم يسمعك وعم يضحك بس بدي أقل له بعدين شو بيئيس السعودية بالنسبة لإيران السعودية عطت مال وعمرت وكنه من الجنوب والله للضاحية شو عطت عطت قتلت الناس دبحت العالم بعتت يعني ما بدي أحكي كلام بزيء بعتت وقتلت شباب لبنان وقتلت أحرار لبنان شو عملت السعودية ما معروف السعودية شو بتعمل بس يقلنا شي مرة بعتت شي عملت شي بينما هني كلهم بأمر إيران وكلهم أحزابهم وكلهم جيش الإيراني عم بيحارب عيب عيب يحط هيدا المستوى في فرق كتير بين هيدا وهاي سعودية وإيران عيب وبعدين عم بيئي لك إنه براه على سوريا على سوريا وبالآخر اتدخل حسن نصر الله نصر الله حسن نصر الله أول شي بالتجاكي بالتجاكي ما دم يعني بس خلينا نحافظ على إداب التخاطب يعني نصر الله السيد حسن نصر الله بس يعني نخلي الاسم كما هو طيب عفوا شو قال عبي إيئلك إنه ما قال أول شي كيف دخلوا مش أول شي قال نحنا عام ندرب ونبص هوا قرى شيعية كم تكذبي بكذبي لحتى فات على سوريا وهو يقول أول مرة بس نحنا عام ندرب بعدين نحنا بس هو مساعدة نحنا بس هي كلها شغل ثلاثة أربع خمس مرات لحتى توصل إنه نحنا داخلين بالآخر ما عيب ما عيب عم بيحكي للعالم هاك وكل يوم بيغير رأي وشكلام الصحيح عيب هايضا السيدة ليلة الخطيب بدأت شكرك على هالمدخل عندك أي جواب بسرعة نا شو بدأت جاوبة شو بدأت جاوبة شو بدأت جاوب عليك معنى اتصال تاني هلأ من السيدة سم كما يبدو منه جاهز الاتصال أفضل أفضل انطلاء من هون كنا عم نحكي بالموضوع المتعلق خلينا عم نحكي اليوم اليوم أنا بعتقد لبنان دول بالـ 1559 ومنذ ذلك الحين نحن منعيش حال التجازب إقليمي ودولي كان الهدف من 1559 إخراج سوريا حصار المقاومة وأجد حرب تموز كوسيلة لضرب المقاومة وكانوا معتقدين أنه بيأكل قتل حزب الله بيسلم سلاحاته مثل ما مرة بعتله رئيس سعد الحريري لسماحت السيد أنه هاودي بركي بتسلمهم هلأ أحسا ما بعدين وناخد ثمانهم بالسياسة هي بنص حرب تموز بركي أحسا ما بعدين يصيروا هاودي سكراب خردة وما نقدر نستفيد منه الرئيس سعد الحريري بوقتها بمنتصف حرب تموز بالاتصالات اللي كانت قائمة بين الطرفين لا بدوا يسلم السلاحات فوقتها كان رد سماحة السيد أنه هاودي السلاحات بكرة منشوف أي سلاح رح يكون خردة عرد هاودي سعد الحريري آه عرد هر الأمر بحرب تموز آه خلال حرب تموز لا يبدو يعد هاودي لا عم يعرضها من باب لا من باب أنه الاتصالات الدولية هلأ بتسمح أنه إذا قبلنا بتسليم السلاح ممكن أنه ناخد مكاسب سياسية بأنه ناخد ضمانات بما يعني أنه إسرائيل ما تعد تتعد علينا أو تتعرض لنا أو كذا وكان الرد ميدانيا وقال له بعدين آخر الحرب منشوف أود بيان الوسطة اللي كان بيناتهم بس أود كمان سؤال أنه هاودي كلهم عذفهم إيسنا به بذي وبيقول أنه هادي الحكومة حكومة مقاومة ورجع أغير رأيه هلأ في الرئيس بري عنده عنده هامش رحزة الرئيس بري عنده هامش بيتحرك فيه ما بدنا نفوت فيه لأنه أصلا يعني ما في حيط عمار بيننا وبينه سيد ولي أنا بشهد له فيه لرئيس سعد الحريري إذا هيك طالب ومضبوط بغض النظر إذا كان سلاح خرد أو لا عايدا شو بدنا لأنه لا بالفعل لأنه ختمت لا ما ختم إذن 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 نحن لما دخلنا دائرة التدويل في فريقين عم يتصارعوا بالبلد وكل فريق عنده ارتباطاته الإقليمية والدولية ما حدا يبرق حاله ويعمل حاله هو اللبناني والآخر غير لبنانيين وهو اللي عم بدافع عن لبنان والآخر غير لبناني وهو اللي لبنان أولا وغيره لأنه عم نشوف بس استاذك حمد اللي وين لحظة عم نشوف في سعودية أولا وفي أمريكا أولا وفي فرنسا أولا وفي الأمم المتحدة والمحكمة الدولية أولا يعني في كل واحد عنده منظومة كل واحد عنده منظومة سياسية كيف هو شايف البلد نحن ما متفقين أخليكم صريحين هلأك طالما الناس خليه لك نحن مش متفقين مش متفقين على أنه هيدا البلد كيف بدنا نعيش فيه وكيف بدنا نديره وين 14 قدر بتروحاتها الرسمية بتروحاتها الرسمية طرح الطرح بتعارض مع الدستور اللبناني وفكرة الدولي وين بلأك خلينا هلأ ناخد اخذ اتصال ليلي من مدام سماد حج مساخين مدام حج مرحبا مرحبتين تفضل أنت على الهوى يعني بدي حي ضيفة أي ضيف في ضيفين ضيفك أستاذ حمان بتقول لضيفك الآخر اللي راهن أنه نحن رايحين على هاي بس أنا بدي ذكره أنا ولا مرة راهنت على الهاتف تكتك خاند اسمع لا تذكر بأحليمه وبيحكي عن جد ولا مرة راهنت أنه لحين بالعكس قلت هيدا المحكمة يا دكت خاند اسمع بلك بلك حتى بس ما تعيش الفكرة يعني تفضل لأنه سببه وغلق أنا ألسان لا تطردني من تلفزيون على كل حال يا مادم حاج يعني 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 تضلوا أنه الحوار أنه بالإطار أنه الانتقال أو السياسي أو القانوني ما بدنا نوصفه يعني ما بدنا نوصف حدا أولا أستاذ وليد إذا أنا هيك ليه بتضل انطردتني من تلفزيون ما عندها شغلة تانية تعملها بالبيت ما بتنشغل مع ولادة مع عائلتها بتنشغل بشغلة تانية بالحقيقة لأ بتطردني من تلفزيون إذا أنا متسلط وهلقد ما يتم فيها أنا مبسوط ما بعرف إذا زوجة بغار مثلا أو شيء ما بعرف أنت حدا متسلق أنت حدا وإنت حديثك من حق مدام سمال حاج بدي أتشكرك بدي أتشكرك على الاتصال بتمنى أنه قطع هذا الاتصال من الرجي شكرا لإليك وشكرا أستاذ وليد أنا أريد خبرك قلتلك قبل بمرة هايدي المدام بتطردني من مال ل مال يبدو ما عندها شغلة بس شوفني على اللاصمان بهاي برنامج بتطردني بس إذا أنا متسلق بالمبعرف شو بالعمل السياسي أو بغيره هي إذا أنا هيك وعبتطردني هلقد منها مضطرة تنشغل مع أولادة مع عاليطة أفضل وإذا عندك واضح الجواب يعني أنا قبل مرتين ما عطيتها شرف الرد اليوم عم قلها لمرة أخيرة تكتفت عيش ماتتا ردن تبعتلي شباب على المحطة اللي بكون فيها ولا حتى يحاولوا يهددوني بالسلاح أو بغيره اعتمدت هالأسلوب مع ابنة يلي كان لقت السوريين وإلنالة يصطفل هو القضاء ما بدنا ندخل بأضايا شخصية نطلع من قضية شخصية إلى قضية شخصية ما اللي قبلها حكيت وما ردينا اعتبرنا على هذا الحكي لا ما قالت نصر الله تقالت وقالت كذا في الفعلات وما كان من الجهتين سألك سؤال يتعلق جوازت جوازت سألك سؤال يتعلق بقوى 14 أذار أنه وين شفت أنه خطابهم بكل شو بدي بالخطاب أنا عم بحكي شو بدي بالخطاب أنا عم بحكي بالأداء مش بس بالخطاب أنا عم بحكي بالأداء من يوم 1559 كان الشغل من البداية على أمرين أساسيين إخراج السوري من لبنان تطنفيزا لل 1559 كما يعتقدون والنقطة الثانية كانت بالأول الفكرة هي نزع سلاح المقاومة تحت العنوان اللي موجود بال 1559 بما يعني موضوع الميليشيات انتقلنا راحة الأمور لقوا الواقع مخاء يعني ما قادريني ينفزو لأنه باللحظة اللي هني عم بيطالبوا بانسحاب السوري ما فيهم يخدوا معركة داخلية مع حزب الله فراحت الأمور على شو على تسوي مع الحزب من خلال التحالف الرباعي كسبوا وقت بهاي المرحلة بعد ما كسبوا وقت كانت تحضير لحرب تموز من قبل الأمريكان والمنفذ الإسرائيلي لأنه هذه الحرب يعني برقيك أنه خطابك بمكان أضل 18 أذار لا شو بد بالخطاب أنا فيه لك كل يوم أنا ما أنا بيقول لك لبنان أول وبيقول لك نحن دفعنا عن لبنان ونحن دفعنا دم عن لبنان ونحن حمينا لبنان ونحن اللي خلينا لبنان موجود يعني شو بلاق بالخطاب طول بالخطاب السياسي والإعلامي أنت فيك تحكي اللي بدك يا بالممارسة في وقع مداني بالممارسة غير المحكمة بالسياسي بالسياسي مش عمشكك فيها أنا مش معترف بوجودها لأنه محكمة خليني لك لأنه محكمة 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 وجدت طول بالك طول بالك أكيد بعترف فيه وبحترمه كمان أنا بعترف فيه نحن المحكمة هي بسياق الموضوع الدولي يعني بسياق كل هذا الذي يجري يعني لما اليوم لقاينا سوريا عملت تسويات سياسية مع دول أوروبية ورجعت بعدين مع السعودية شلنا سوريا طلعنا الضباط الأربعة ونقلنا الاتهام على حزب الله لأنه المطلوب تحويل حزب الله طول بالك يا أخي مطلوب تحويل حزب الله إلى منظمة إرهابية لك هالصدفة خليني بس أعرض هالصدفة إذا مطلوب أنا معك إذا مطلوب إذا مطلوب خليني أعرض يا يا استاذ وليد خليني أعرض هالصدفة اللي بس صدفة اللي هاي موجودة بالوقائع مش عم باختراعة من عندي في دول تعتبر حزب الله منظمة إرهابية مش هيك إسرائيل أمريكا كندا أستراليا نوزيلندا وهولندا مش هيك رئيس المحكمة نيوزيلندي رئيس الألم أمريكي المدعي العام السابق كندي والمدعي العام الحالي كندي مش هيك يعني كل اللي جايبينهم اللي يديروا المحكمة حتى ناس هني بمعنى انتماءاتهم لدولهم مش ناس محايدين هني بالأساس هني بالأساس طول بالك هني بالأساس تابعين إلى دول هني من جنسيات تابعة لدول هوا مفاتيح هارضك طول بالك هادي 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 عم نحكي عن المفاتيح بالمحكمة هادي المحكمة هؤلاء اللي بدرها وهو اللي بقرروا فيها كيف ما فيه مفاتيح هاو دي أساس بأخذ الأمور بالاتجاهات اللي بالدنيا يا عم اللبنانية هن مفاتيح والأفيرق هن مفاتيح شو دورة اللبنانية شو دورة اللبنانية نحن عم شتت أنا عم قول أنه فيه سياق سياسي المصلوب من هذا السياق السياسي أنا صرت معك الليلي كل الليلة نعنى أنه حزب الله بكل الاتهمات السياسي والقضائي حزب الله إليهم قال له قديس قدوس لا يقوم بأي ارتكابات كل يوم بارح أتر سلمان أنا ما قلتهاك نعم كل شي يعني وجوده بسوريا هو عمل استراتيجي وبطولي وعمل لازم نبتغر فيه طبعا هو جزء من مشروع المقاومة سبع أيار رح تعمل ليه أيضا يوما مجيد رح تعمل لي قصة كمان المحكمة كلها ملقفة أضبه سبع أيار هو رد على أمرين بغض النظر رد على استبعاد الشيعة من السلطة لمدة سنة ونصف صار دوري لأنه أخذ كتير وقت خلي نقول لك شغلة عم بيصور لحزب الله أنه جسم مع أنه كل الأحزاب اللبناني بمعظمة حتى الفلسطينيين الموجودوا باللبنان راجعوا حساباتهم عملوا انتقاد زيتي وودوا اعتزالي لا لا عم بأول أنا ما قال عم تقنعني أنه حزب الله مرتكب ولا مخالفة لا بسوريا لا بسبع أيار لا بثلاثة وعشرين كانون لا بسلمانيا اللي قتلوا بالسفارة لا بيجلب الدب على كرمنا من بعد ما استدعى التكفيريين على أساس رايح يحاربهم هو بالحقيقة قتل الأبرياء هو استدعاهم بالدنية سنت الوحدة خلي خلي بس باللتين وستة حط أخمر على محاربتهم هو استدعاهم هو استدعاهم بعين عطاب التفجير مين جاب شاكر العبسة على البنان سعد الحريري جابوا من سجون مزة فلتوا أجاه لا حليفوا نظام السوري جابوا حط الله لا عم بقلنا عم يقنعنا أن حزب الله إليهم قال لا ما بيرتكب أي خطيئة لازم يكون عنده القدرة إذا بدوا يعود للنسيج اللبناني إذا بدوا يعود للمجتمع اللبناني اللي مقلف منه ومن غيره هو فريق أساسي فيه فريق مكون شأنه شأن كل الجماعات المكون الأسي بدوا يعود ويقول أنا لبناني مش ما تلعبوا معنا نحن أنت فريق لبناني بتحكي معنا نحن مستقبل لبنان موجود لأله ولأله ولأولاده ولأولادنا إذا يا أما بدنا نبني دولية أنت فريق ما بعرف إذا أنت عندك هاودي اللي عم تحكي عنهم هاودي ما حدا عم ينكرهم لا لا بفيك تطلع لبرية بس لدك وتقافل بس لدك وصاعة تحق خدوك همر على التكفيرين وصاعة بدك تعمل بوليس عيون هاودي عم تقولون هاودي مطروحين لنقاش مش مطروحين لهوا مسلمات قيم التولي لا مش مسلمات هاودي مش مسلمات لما قوة 14 أدار تقطع على أطاق الخارجية اللي هي بعدنا هلا عم نحكي نطروا الضوء الأخضر السعودي لحتى لي يفوتوا بالحكومة وهلا رح يفوتوا طيال مستقبل بالحكومة حتى لو ضلوا حول أطاقهم برها أي علاقة خارجية أي علاقة خارجية إذا كانت بالسياسة مبارلة هل هي محبولة بالسياسة هل هي علاقة بالسياسة لا لا مش علاقة بالسياسة كلها بتجر بعضها لأنه أنت يبتأخذ البلد على هذا المحور يبتأخذه على هذا المحور نحن عم نقول إذا ما بتعملوا حكومة مثل مبادة الويل والصبور ما بقولها بينما حزب الله بقولها يعني حلو حلم السياسة يفوت ولا يفوت لا عطلها للبلد عطلها للبلد وقت اللي هو ما أدخل أو صارت فيه حكومة الرئيس نجيب مئاتي من دونه ليه عطلها للبلد لا ما عد في وقت خلينا نقول ما عد في وقت يعني بتأسف الشرخ كتير كبير يعني إذا بدنا نطلع بخلاصة لها الحلقة وأيضا ما قدرنا نتفق على أي بند من البنود مثل ما انتقلت للمحكمة ولما بعد المحكمة لأنه أنا بحكي بمنطق القانون وغيري بحكي بمنطق السلاح على كل حال مع كل ذلك بدنا نشكركم على هذا اللقاء أيضا نشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بموضوعية اللقاء يتجدد الأثنين مقبل تصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة